أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم وحلقة جديدة من مرنامتكم مدرسة على الهوى في علم الأحياء بنشتكمل بقية حلقات المراجعة طبعا تناولنا مراجعة في الحلقات السابقة رجعنا بوكلة دعامة وحركة دايما بنحاول أن تكون مراجعتنا على شكل بوكلة عشان نعودك على وضع الأسئلة وأكيد طبعا خلاص كلكم بقيتم متمرسين في الموضوع ده رجعنا بوكلة دعامة وحركة وتنسيق هرموني ورجعنا بوكلة التقاصر ورجعنا بوكلة المناعة الحلقة السابقة والنهاردة ان شاء الله متوفر معنا أربع ساعات أول ساعتين هنراجع فيه من النهاردة بوكلة أيبيولوجيا الجزائية ونحاول نرد على كل أسئلتكم وصغراتكم والمسائل اللي لسه فيه لبعض مننا كتير برضو بعض طلبتنا الأعزاء بيت لخبطوا فيها هنراجع كل الكلام ده النهاردة حاولنا نجمع لكم أسئلة كثيرة علشان نحاول نسد كل أسئلتكم ونسد كل صغرات الجزئيات دي والساعتين المتبقيين من ثلاثة الخمسة هيكون معنا أستاذنا الكبير الأستاذ حسن محرم هيراجع أو هيحل باقي الانتحان التجريبي أو نصف الانتحان التجريبي الثاني التي سبق حلوا من قبل وعمل لكم حلقة مخصوص للرسومات زي ما أنتوا دايما كنتوا بتطلبوا يبقى هيعتذر عن وجوده معايا في أول ساعتين أو في أول حلقة لكن هيكون متواجد معاكم إن شاء الله من ثلاثة لخمسة كل ده طبعا إيمانا من قناة مصر التعليمية أن أنتوا دلوقتي في وقت محتاجين وجودنا معاكم محتاجين تكسفنا معاكم في المادة التعليمية علشان كده إحنا النهاردة معاكم أربع ساعات يارب ما تملوش مننا نشوف أول ساعتين هنشتغل إيه؟ هنشتغل بيولوجيا جزئين مش محتاجة طبعا إن أنا أرجع فيها أجزاء نظري إحنا هنراجع على الأسئلة أو نحل الامتحان أو البوكلت وزي ما إحنا متعودين هنحاول نجيب كل الجزئيات إلى حوالين السؤال علشان أنا عايزة على نهاية الساعتين دول على نهاية البوكلت ده نكون جمعنا أو حلينا أو رضينا على كل أسئلتكم فيه برضو كام سؤال كده وكام فقرة جون في بالي وأسئلة كتير من طلبة عايزة فتفكروا فيهم لكن أنا هقول إيجابتهم في باقي الحلقة أو في الحلقة في جزئان أخير بس فقر معانا أو فقر في الأسئلة دي فيه طلبة بعضة الثلاثة أسئلة متشابهين هقوله لكم ونحلوهم في آخر الحلقة أول سؤال كان بيقول تتابع من النيوكليوتي دات تتابع من النيوكليوتي دات يقرأ وينسخ ولا يترجم يبقى بيتنسخ وما بيترجمش سؤال تالي شبيه تتابع من النيوكليوتي دات يترجم دون نسخ يبقى المرادة أن هترجم ومش هنسخ سؤال تالي شبهه برضو تتابع من النيوكليوتي دات يقرأ ولا ينسخ ولا يترجم يبقى خلي بالك إحنا معانا ثلاث حاجات يقرأ وينسخ ويترجم فيه تتابع هقرأ بس فيه تتابع هنسخه فيه تتابع هترجمه من غير ما يتم نسخه فقروا في الثلاث أسئلة دول وإن شاء الله على نهاية الحلقة نقول لكم الإجابات بتاعتهم إيه تعالوا بقى ندخل كده في رحلتنا مع بوكلة عن البيولوجيا الجزائية بيدم 45 سؤال طبعا بنفس إسلوب آخر العام يعني في أسئلة اختيار تعالوا نبدأ يلا بأول سؤال ونقول السؤال بيقول إيه أول سؤال بيقول أجيب عن سؤال واحد فقط مما يأتي تعتبر حالة كلينفيلتر وترنر تفارات سبغية وليست تفارات جينية كالمعتاد عندك سؤالين هتختار يا ألف يا بقى بقى بيقول يعتبر الكروموسوم الثامن أكثر الكروموسومات أهمية في الطب الجينية طيب تعالوا نشوف الأول بيقول إيه ليه حالة كلينفيلتر وترنر تفارات سبغية وليه الحالة الأخرى أو مش تفارات جينية ليه كلينفيلتر وترنر تفارات سبغية لأن الاختلاف أو التغير حصل أو الشيزوز حصل في عدد السبغيات زيادة أو نقص في عدد السبغيات ففي حالة كلينفيلتر عندي 44 زاد X X Y يعني عنده 47 فيه سبغي X زيادة وفي الكروموسومات الجنسية في حالة ترنر 44 زاد X 0 أو X less X 1 يعني 46 لا يا ترى طبعا 45 ده فيه واحد نقص يعني كلينفيلتر زاد واحد وترنر نقص واحد الخلل هنا ايه؟ في عدد السبغيات بالزيادة أو بالنقص يبقى دي طفرة سبغية الطفرة السبغية لو حصلت فيه لعدد سواء كان تضاعف سبغي 2, 4, 6, 8 لغات ما نوصل ليه 16 أو كروموسوم يزيد أو كروموسوم ينقص ده بنقول عليها طفرة سبغية بينما الطفرة الجينية طفرة هتحدث فيه تركيب الجين نفسه التركيب الكيميائي للجين خصيصا في ترتيب القواعد النيتروجينية المكونة للجين اذا فهمت ان كلينفيلتر والترنر ليه قلت عليهم طفرة سبغية طيب السؤال التاني كان بيقول علل ليه الكروموسوم الثامن اكتر الكروموسومات اهمية في الطب الجينائي طبعا اكيد كلنا حفظين وعارفين انه بيحتوي على جين البصمة له اهمية كبيرة طبعا في الطب الجينائي السؤال التاني برضو هنختار من اتنين ما المقصود بدي ان ايه المتكرر وما المقصود بالمحفز طب تعال نشوف ايه الDNA المتكرر ده هتختار من فيهم طبعا هنحل الاثنين ما هو الDNA المتكرر الDNA المتكرر يعني تتابع من الDNA او تتابع من الجينائي يتقرر منه اكتر من نسخة الطبيعي ان اي تتابع هيتقرر منه او يوجد منه نسخة واحدة لكن التتابع ده بيتقرر اكتر من نسخة ليه قد يكون الخلية بتحتاجه بكميات كبيرة مثل جينات بناء الهستونات وجينات بناء الرن اي موجود منه اكتر من نسخة لذلك 600 نسخة لان الخلية بتحتاجه بكمية كبيرة من هنا هو ده المتكرر ان الطبيعي ان الجين يوجد منه نسخة واحدة لكن المتكرر انا عندي اكتر من نسخة طب ايه هو المحفز سؤال التاني ما المقصود المحفز هو تتابع من النيوكليو تي دات يوجد على احد شرطي دي ان اي خلي بالك في البعض بينسى كلمة على احد شرطي دي هو مش موجود على الاثنين احنا اتفقنا جميع الجينات وجميع المحفزات توجد على شرط واحد فقط وما لما الاخر بيعمل ايه طيب اه طبعا الاخر بيحفز لي على سباة الاولاني يبقى المحفز تتابع من النيوكليو تي دات يوجد على احد شرطي دي ان ايه وظيفته يوجه انزيم بلمرة الام ار ان ايه للشريط بل للقطعة التي يتم منها نسخ الام ار ان اي يبقى ده شغلته هل هنا يعتبر مسؤول عن قراءة او مسؤول عن ترجمة هل هو بيشارك بشكل رئيسي في تخليك البروتين لا هو بيشارك ده مهم جدا ما قولوا لا ما كناش عارفنا مكان الجين فين لكنه بيشارك بشكل غير ايه غير مباشر خلي بالك فيه برضو اسئلة جات في الجزئية دي تناولناها كتير ام تقول ان المشاركة مباشرة في تخليك البروتين وام تقول بيشارك بس بشكل غير مباشر بشكل مباشر لو انا راح على الجين اللي هنسخه هيطلع برا يترجم لبروتين مقابل هو ده المباشر لكن كل اللي بيخدم عليه بعد كده بنقول عليه غير مباشر زي المحفز مثلا بيوجه بس شارك بس بشكل غير ايه بشكل غير مباشر ياريت زي ما احنا معودينكو دايما ودايما الاستاذنا رسو حسن كان بيركز في الجزئية دي اخرج برا الكلام يعني حاول تفهم الحوار ايه ما نبقاش احنا من النوع اللي بيكرر الكلام دون فهم الاحياء يا جماعة عايزة فهم ثم حفظ طيب يبقى احنا كده جاوبنا السؤالين الDNA المتكرر والمحافز معانا سؤال تاني بيقول برضو سؤال تلاتة هنجاوب على احد السؤالين ماذا يحدث في حالة اختفاء موقع مقابل الكدون من الTRNA طيب وطبعا فيه ماذا يحدث تاني معملة الكمة النمية بأشعة اكس تعال ناخد الاورانين دايما كنا بنقول في اسئلة ماذا يحدث شوف الشيء اللي نقص ده او المختفي ده وظيفته ايه وما يترتب على عدم اداء وظيفته شوفت انا قلت ايه شوف الشيء ده الجزيء ده وظيفته ايه وما يترتب على عدم وجود هذه الوظيفة طيب اختفاء مقابل الكدون هاو كان وظيفته ايه شوف بقى انا قولها كاجابة على طول اختفاء مقابل الكدون يبقى لن تتزاوج القواعد النيتروجينية في الTRNA مع كدونات الMRNA ما حصلش تزاوج وبالتالي لن يدخل الحمض الاميني الى مكانه في سلسلة عديد البرطايد فبالتالي هيحصل خلل فيه تخليك هذا البروتين يبقى تناولت الشيء ده كان وظيفته ايه هيحصل تزاوج بين قواعده وبين كدونات الMRNA ما حصلش طب وإيه المشكلة ما هو مش هيعرف الحمض الاميني يدخل مكانه وبالتالي طبعا هيحصل خلل ويمكن تتوقف عملية تخليك البروتين السؤال الثاني في ماذا يحدث بيقول معاملة القمة النامية في النبات بأشعة اكس لو جبت القمة النامية بتاعت النبات وحطت لها أشعة اكس الخرد للكلشيسين اي حاجة من دي هيحصل ايه طفرة مستحدثة يازم اقول اسمها ايه انو عطفرات كتير طفرة مستحدث واش رح بقى هتضمر خلايا القمة النامية وتموت تاركة الخلايا التي أسفلها بها عدد مضاعف من الصبغيات مهمة اول حتة دي تاني هتضمر الخلايا دي وتموت تاركة الخلايا التي أسفلها بها عدد مضاعف من الصبغيات وطبعا في البداية قلت انها طفرة مستحدث ليه قلت انها مستحدث انا اللي عملتها تمت بتدخل الانسان يبقى ده السؤالين بتوع ثلاثة ووصلنا لسؤال رقم أربعة ونشوف بيقول لنا إيه سؤال أربعة بيقول إذا كان عدد النيوكليوتي دات في جزيء دي إيه بيسوي 300 نيوكليوتي ده ركز ده في الجزيء كله فإن عدد الأحماض الأمنية لا تنتج بعد نسخه لإم أر إيه كان تاني كده بالراحة أما يقول لي جزيء دي إن إيه خليك فاكر قال لك جزيء اللي قطعة اللي تتابع أنا بتكلم عن شيرتين يعني 300 نيوكليوتي ده دول على الشيرتين طيب هو عايز عدد الأحماض الأمنية إنت بتنسخ الأحماض الأمنية أو بتجيبها من إيه بتجيبها من الإم أر إنيه طب هو الإم أر إنيه بتجيب من إيه هل من شريط واحد أو من إثنين من شريط واحد طبعا طيب يبقى أنا هجيبه من شريط واحد طب تعالى نقرأ الاختيارات بيقول إيه هل يا ترى هيكون لي 300 حمد أميني ولا 150 حمد أميني ولا 50 حمد أميني ولا 49 حمد أميني طيب نحلها بقى زي ما اتفقنا أنا عندي 300 نيوكليوتي ده يعني على الشيرتين 300 يعني 150 و150 وأنا لما جي أنسخ الأمن أر إنيه بينسخ من أحد الشيرتين هاخد 150 واحدة بس طيب ده نيوكليوتي دات طب ما نحاولها إلى كودونات أعمل إيه أقسم على ثلاثة لأننا عارف أن كودون 3 نيوكليوتي دات يعني 150 على الثلاثة هيطلع 50 يبقى 50 لأ طبعا لازم أشيل واحد إيه وقف يبقى 49 لأننا عارفة أن كودون الوقف طبعا ما فيش حمد أميني بيمثله كودون الوقف يبقى الإجابة صح هي الإجابة دال معنا 49 حمد أميني طيب تعالى نشوف مقارنة السؤال 5 بتقول لنا إيه هنقارن بين نسخة الAMRNA في أوليات النواة وفي حقيقيات النواة 1967 كلام جميل جزئية مهمة جدا طيب تعالى نقارن الAMRNA في الأوليات وفي الحقيقيات طبعا في البداية لازم أقول إن في أوليات النواة يوجد انزيم بلمرة واحد ينسخ جميع انواع الار اين اي يعني هو انزيم بلمرة واحد هينسخ الام ار اين اي والتي ار اين اي والار اين اي اوليات نوعين بينما في الحقيقيات لا ده يوجد لكل نوع من انواع انزيمات البلمرة او من كل نوع من انواع الار اين اي انزيم بلمرة خاص به يعني عندك ثلاث انواع من انزيمات البلمرة انزيم بلمرة الام ار اين اي وكذلك التي ار اين اي وكذلك الار ار اين اي طيب أنا هكمل بس في سؤال جهة على بالي طيب لو قال لك كم عدد أنواع الإنزيمات في أي نوع من أنواع الكينات الحي في حشرة كذا في نبات الأمع كأن راقي حقيقيات نواة يبقى عنده أربعة إنزيم بلمرة الـ DNA وعنده ثلاثة للـ RNA بأنواعه الثلاثة طيب لو نفس السؤال بس قلت لك في بكتيريا يبقى أنا عندي نوعين بس من إنزيمات البرمرة إنزيم بيعمل بلمرة للـ DNA وآخر بيعمل بلمرة لأنواع الـ RNA الثلاثة كان لازم أقولها علشان برضو بيمن حاجات اللي انتوا وبتاخدوش بالكم منها طيب أنا كده قارنت بينهم من حيث نوع الإنزيم اللي هينساخه هل هو ده بس كفاية؟ لا لسه طبعا في أوليات النواة بيتم ترجمة الـ mRNA إلى البروتين المقابل بينما طرف الآخر ما زال في مرحلة البناء يعني إيه؟ بمجرس ظهور طرف خمسة ما أنت لو بتيجي الترجم كودون البدء بيكون في نحية اتجاه خمسة أول ما كودون البدء يظهر يبدأ الريبسوم يتصل بيه ويبدأ يترجم إلى البروتين المقابل بينما أنا لسه بنسخ في بقيته طب ليه؟ سؤال يطرح نفسه منت لازم تفكر طب ليه؟ إيش معنى؟ بينما في الحقيقيات لابد أن يتم نسخ الـ mRNA كله ثم يخرج من خلال سكوب الغشاء النووي إلى السيتوبلازم ليتم ترجمة البروتين المقابل طب ليه في الحقيقيات استرنت لما كله تنسخ وخرجني بره عشان أترجمه؟ وليه في الأوليات ما استرنتش إذا أنا ترجمت على طول؟ لأن الأوليات اسمها أوليات يعني لا تحتوي على نواه يعني قدي إن إيه يسبح في السيتوبلازم لا يحده غشاء النووي يبقى يخرج فين؟ أنا في الحقيقيات قلت هيخرج من غشاء النووي للسيتوبلازم يتم ترجمته طب ما أنا في الأوليات أصلا أنا في السيتوبلازم هخرج فين؟ بقى ما أنا بره أصلا فبالتالي طبعا بيتم البناء وقتي او التخليق وقتي برضو ليه لان الاحماض الامنية تسبح في السايتو بلازم انت اضطررت في الحقيقيات ان كله يطلع لبرا اللي يتم ترجمته لان انا عارف ان وحدة بناء البروتين وهي الحمد الاميني موجودة برا في السايتو بلازم يبقى لازم تطلع لها بر لكن لو انا بتكلم عن الاوليات ما كل ادوات الطبخ حوالي والاحماض الامنية حوالي يبقى بيتم ترجمته اثناء عملية نسه يبقى مهم او ان انت تخلي بالك من النقطة دي دي برضو تجي من الجزئية ايه اي نوع من انواع البروتينات التي تتم تخلقها حتى لو كان هذا البروتين انا محتاجه جوا في السايتو بلازم زي الهستونات مثلا بروتين هستون او غير هستون اي بروتين انا بحتاجه حتى لو هحتاجه جوا النواة بيترجم برا في السايتو بلازم ثم يدخل الى النواة طيب نشوف السؤال التاني احنا زي ما اتفقنا انا باجي على الجزئية دي وقم جايبة كل حواليها عشان انا عايزة على نهاية الحلقتين يبقى بابل البيولوجيا ده احنا خلاص كده مهناش محتاجين في حاجة سؤال ستة بيقول لنا ما اسم الانزيمات التي تشارك في تضاعف الدي ان ايه لما بتعمل تضاعف اسماء الانزيمات ايه انا هقولي 3 اسماء بوظائفهم كمان رغم انه مش مطلوب بس احنا بالرياضة الاسماء عندي انزيم اللولد عندي انزيم البالمرة وعندي انزيم الرب انزيم اللولد مسؤول عن كسر الروابط الهيدروجينية بين الشريطين عشان نحصل على الشريطين مفردين او يبعد عن او يبتعد الشريطين عن بعضهما ليتم النسخة طبعا طيب وما الانزيم البالمرة ده كان يعمل ايه اسم البالمرة وانت كلكم درستوا عدوية وعارفيني عن ايه بالمرة ده وظفته انه بيبني بناء الاشرطات جديدة هيبدأ يضيف نيوكليوتيدات جديدة لاشرطة النامية بيبني بيعمل البالمرة امال الربط ايه ابن من جماله ان اسمه وظيفته ده بيربط بس انهي حي هيربط قطعة دي ان ايه للشريط خمسة تلاتة للقالب خمسة تلاتة خدت بالك يبقى انا عندي شريطين زي ما احنا فاهمين في التضاعف طبعا في شريط تلاتة سهم خمسة عادي البالمرة هيشتغل خمسة سهم تلاتة ما فيش مشاكل في ده كل ما هنشيل واحدة نحط التانية وبنبني وربعة لكن بينما الشريط خمسة تلاتة البالمرة لا يتحرك او لا يبني الا في اتجاه خمسة تلاتة برضه يبقى هبدأ ابني بس في خمسة تلاتة همشي اتجاه عكسي وعليه اتقطع طب مين يجي يربطك القطع دي انزيم الربط يبقى معايا ثلاث انزيمات لولب وبلمرة وربط سؤال سبع بيقول ده سؤال مصطلح من الاسئلة اللي بنعتبرها هدايا للطلبة في الانتحاد ادخال جزيء dna خاص بكائن حي الى خلايا كائن حي لما دخل جزيء dna الى خلايا كائن حي ده اسمه ايه ده اسمه dna معاد الاتحاد dna معاد الاتحاد مش تهجيل ال dna المهجن هو عبارة عن جزيء من ال dna لو لمزدوج يتكون من شريطين لكن احد الشريطين يتكون من المصدر والمتكامل معه من مصدر اخر سؤال تمانية بيقول لنا اذكر مكان ووظيفة كودون u a a ما انا لازم اعرف الكودون ده بتاع مين u a a او u a g او u g a كلها كودونات وقف مكانه فين يا طرح في اخر شريط ال m r n a واكيد احنا عارفين ان في البوكلت بيكون معانا الجدول اللي هستطر ولا هتكتب ولا اي حاج ما عليك انك تحطي اجاباتك فقط يبقى مكانه في نهاية شريط ال m r n طب وظيفته اه خلي بالك بقى وظيفة كودون الوقف هيرتبط به هيرتبط به بروتين عامل الاطلاق مما يعمل على تلات نقط ورايا احفظ ورايا مما يعمل على واحد بص انا هقولها ازاي وقف فصل طرق وقف عملية الترجمة خلاص استوب ما فيش ترجمة ده استوب في علم البيولوجيين استوب وقفت عملية الترجمة طيب فصل هتفصل ايه هفصل الريبسوم الوحدة الكبرى عن الوحدة السورة هفصله عن ال m r n a هفصله عن t r n a كله خلاص فصل فصل فريدم اطلاق كله فصل طيب طرق طرقت مين اللي انت بتخلقه طرق سلسلة عديد البطايد تسلح في استايتبلاد يا ريت لو مشيت وراء كده تلاقي الموضوع سهل وجميل يبقى وقفت فصلت تركت ادي وظيفة كودون ال u a a او كودون الوقف طبعا عايزين رسمة البكتيريو فاج زي الحلقة السابقة لو تبقى معنا مساحة من الوقت هنرسم اي رسمة ممكن تكون معنا ولو ان استاذنا طبعا هيرسم لنا كل رسمات اللي انتم محتاجينها في الساعتين الاخرنين من 3-5 هنشوف معنا سؤال عشرة بيقول لنا اين اجيب عن سؤال واحد فقط مما يأتي ما المقصود بعديد الريبوسوم يعني اين عديد الريبوسوم عديد الريبوسوم يعني امكانية ارتباط شريط mrna1 بعدد من الريبوسومات قد يصل الى المئة كلا هما يخلق البروتين بمفرده وارد قوي ان يكون البروتين ده انا محتاجه بكميات كبيرة فبالتالي هخلقه بكميات كبيرة ومن هنا فهمنا ان انا ممكن اما rna1 اترجي منه 100 نسخة بروتين او سلسلة عديد بالطايد اه ومحتاج له 100 ريبوسوم عرفت ليه في ال dna المتكرر انا عندي المقطع اللي هو جينات المسؤولة عن بناء الرna في منها 600 نسخة ليه في الساعة الواحدة بكون منها 1000 نسخ ليه عشان انا بحتاجها بكميات كبيرة ده الامر الواحد يبقى انا محتاجة منه كميات كبيرة وبالذات لو طفل لسه في مراحل النمو وبصفة عامة كلنا محتاجين انواع بروتينات كم مرة بتاكل في اليوم ومحتاج جسمك يهضم الاكل اللي انت اكلته ده كم مرة هرموناتك بتبدأ تنزل عشان تنظم لك نسبة عناصرك ونسبة المية وكل حاجة في جسمك اذا التخليق بيتم بكميات كبيرة يبقى ده معنى كلمة عديد الريبوسوم وعرفت يعني ايه في سؤال تاني بيقول به من عشرة ما المقصود بيه تفاعل نقل البيبتي ضيل تفاعل نقل البيبتي ضيل يعني ايه الكلمة دي تفاعل نقل البيبتي ضيل ده تفاعل بيحصل في وحدة الريبوسوم القبرى مسؤول عن ارتباط كل حمدين امينين ببعض بربط بابتدي او الحمد الاميني بالحمد الاميني الازيا ليه بربط بابتدي عن طريق تفاعل خاص بيسمى تفاعل نازع للمية وده اللي بيقوم بيه بروتينات او انزيمات خاصة بروتينات اهو انزيمات خاصة تعتبر جزء من موقع وحدة الرباسوم الكبرى وتقريبيا كده في موقع البيبتيضيل لان هو سمي ببيبتيضيل عشان كده يبقى تفاعل نقل البيبتيضيل تفاعل هيحدث نتيجة نازع جزء مية بين كل حمدين امنيين متجورين والتكوين بينهم رفطة ببتيدية بيتم في وحدة الرباسوم الكبرى خصيصا في موقع البيبتيضيل عن طريق انزيمات خاصة عامل مساعد تعتبر جزء من وحدة الرباسوم الكبرى تي نفسة تسأل ليه يعني ايه جزء من وحدة الرباسوم الكبرى هو مش ده انزيم والانزيمات دي احنا قلنا ان جميع انواع الانزيمات بروتينات طيما هو اصلا الرباسوم الكبرى دي عبارة عن ايه الرباسوم بيتكون من ايه جماعة بيتكون من RNA وبروتين اربع انواع انواع من الرRNA وسبعين نوع عديد التاين جزء من هذه البروتينات هتكون لي او هاخد منها جزء اللي هو الانزيمات المسؤولة عن نزع جزء الايه نزع جزء المية لتتم الرابطة البيبتي دي وصلنا لسؤالنا رقم 11 ونشوف بيقول ايه السؤال مصطلح ايه انزيم يعمل على تضاعف الدي ان ايه صناعيا انزيم هيساعدني ان انا اعمل تضاعف الدي ان ايه بس خلي بالك قالت صناعيا يبقى مين ده انزيم التاك بولي ماريز انزيم بالكاف تاك بولي ماريز والانزيم ده بيعمل في درجات حرارة عالية انا بزود هو عايز اسمه بس تاك بولي ماريز وخلاص لكن انا بزود ده محتاج حرارة مرتفعة جدا وكمان بنستخدمه في جهاز اسمه بي سي ار بنستخدمه في استنساخ الدي ان ايه طيب جات لنا مسألة هوا من المسائل اللي انتو دايما بتتكلموا فيها او بتسألوا فيها المسألة بتقول ايه اذا كان تتابع النيوكليوتي دات اسفة اذا كان تتابع النيوكليوتي دات في شريط MRNA كلاتي اجي معنى الاسئلة من 12 ل5 طيب انا عايزة انقل التتابع ده طيب هنقل التتابع هكتب هنا 5 هبدأ انقل عندي اول حاجة في التتابع AUG تتابع AUG دايما وانت بتنقل حتى وانت بتنسخ دايما هاتهم كل 3 و 4 بعض هيسهل علي وما يخلينيش اغلط و3A ياريت الناس تكون بتحلي معايا وبعدين عندي CCA انا بحاول ادي الموضوع علشان تكفيني والAUG ده انا عندي حاجات مقررة وبعدين عندي UGA وبعدين عندي AAA وطرف 3 هو ده الشريط اللي موجود معانا عايز ايه اكتب تتابع النيوكليوتي دات الناتج من معاملة هذا التتابع بانزيم النسخ العكسي يعني ايه يعني انت لو جبت هنا نسخ عكسي يبقى انت بتنسخ ايه يبقى انا هبدأ انسخ DNA تمام ننسخ DNA كالمعتاد خمسة هتحط له انت ايه 3 تمام عندي ايه هحط له T عندي اليو هحط له ايه هيبقى C وكمل بقى شغلك عادي G G A أسفة T وعندي T T T G G T T T A G عندي ايه وعمل طرف خمسة وقف خلي بالك انا عملت ايه انا ماشية عادي جدا اهو لغاية ما وصلت ال A C T اللي هو بتاع كودون الوقف ونسخته فيه ناس قولك هل كودون الوقف له مقابل له على ال DNA طبعا زي ما فيه مقابل لل A U G اللي هو T A C على ال DNA فيه مقابل برضو لغاية الوقف اللي هو ال A C T بس انا جيت عند ال A A وقمت ايه لستوب هقف مفيش زيل ما ينفعش اقول على الزيل T T T وكمل حياتك بقى لأ طبعا ما ينفعش ما فيش ما عنديش ما عنديش ما عنديش فيه ال DNA تتابع هقوله فوق يعني الزيل لا يترجم الزيل لا يوجد لها مقابل انا اخرج A C T وقمت اقفلة بتلاتة طيب رجع قالك طيب استنتج لي او استنتج الشريط الناتج معاملت الشريطة صابق بانزيم البلمرة يعني دا لو انت عملت له بالمرة هيديك ايه ماشي معايا تلاتة حط خمسة T يبقى A T G C C A A A A C C وA A T C وطبعا T G A لغاية دلوقتي ما فيش مشاكل وما تنساش تحط الاطراف بتاعتك رجع قالك ايه استنتج عدد الاحماض الامنية النتيجة او المتكونة من ترجمة هذا التتابع طيب ماشي تعال نعد عدد الاحماض الامنية انا ممكن اجيبها من هنا اقرا كده معايا من اول طرف خمسة A U G ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبس U G ايه ما بيتعدش يا جماعة دا كدون وقف يبقى انا عندي كام حمضة امينة هتكون خمسة فيه ناس تقول لي تلاتة ما فيه متكرر هل السؤال قالك انواع لا استنتج عدد بس طالما عدد بس يبقى انا عدتهم كلهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وما جيتش عند الوقف اوعت عدك ودون الوقف افرد كان نفس السؤال وقالك طب هتلي عدد انواع اه شوف بقى ايه اللي هتكرر معايا ال A U G البدء متكرر هناك اهو A U G معوجود مرتين هاخد منه نسخة واحدة السيس ايه موجود مرتين هاخد منه نسخة واحدة يعني فيه اتنين اتكرروا يبقى انا معايا كام معايا تلاتة نكمل بيقول ايه تاني عايز مضادات الكدونات على الحمض النووي TRNA مضادات الكدونات خلي بالكو يا جماعة انا معلش استحملوني هرجع انقل ال M R N A تاني علشان لي هدف ده ال M R N A عايز اعملك مضاد الكدون قادة تلاتة A وال C C A وال A U G وال U G A وطبعا الديل مش هنقلو بقى واحط تلاتة لما اجي اكون مضاد الكدون فيه تلات نقط رأسية خلي بالك منهم كويس قوي ايه هما قبل ما تسرح تعال عند اليوجي ايه وعمل كده قصد ده واقفة ما تحطلوش حاجة يبقى ما بحطش واقف اجي اول نقطة تاني نقطة اوعى تحط اطراف يعني مش هحط هنا بقى تلاتة وكلام الفارغ ده لا انا هبدأ اكون على طول خلي بالك برضو ان انت عايز مضاد كدون هنا يعني فيتي R N هتيجي تقف هنا وفيتي R N هيجي يقف هنا وهكذا يعني كأنك بتعمل R N هتزاوج معايا ال A بتزاوج مع مين؟ اليوم واليوم مع مين؟ ال A وال C دايما اقول لك احفظ ال U A C واحفظ ال A U G ده كدون البدن وده المضاد بتاعه واعمل فاصل كبير بصة عملت ازاي؟ عايز اقوله ان ده غرده غرده وهكذا C C A اعمل G G U واعمل فاصل تلاتة A U U U واعمل فاصل C C A يبقى G G U وفاصل A U G عادي U A C وفاصل خلاص وقف انتهينا يبقى كام واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طب لو قال لي انواع هتلاقي ده متقرر U A C متقرر اهو هاخد منه طبعا نسخة واحدة وهتلاقي الجي جي U متقرر اهو هاخد منه نسخة واحدة يبقى لو قال لي انواع هقول تلاتة لو قال لي اعداد هقول خمسة يبقى خدت بالك ليه انا نقلت تاني واعمل مضادر كدون تاني تلاتة نقط مهمين او يا جماعة تخلي بالك منهم ايه هما ما بحطش في الوقف حاجة ما فيش هنا حمده اميني عند كدون الوقف تاني حاجة ما حطتش اطراف لا تلاتة ولا خمسة ولا كلام منت تالت حاجة عملت فواصل كبيرة يعني خليت فيه اختلاف بين اللي هنا وبين اللي هنا انا عايز اقول ده نوع وده نوع وده نوع وده نوع وهكذا كده المسألة دي جابت لي كل جزئيات الايه ما قرأي نحلة محتاجنا طيب هنكمل بقية اسئلتنا بس لما نشوف معنا جوزيف من المينيا وبعدين نكمل جوزيف معنا اهلا يا جوزيف ازايك اخبارك تمام كويس الاحياء عامل ايه مستعد اه بقلبي جامد كده وحديد ودخلين ومش ههمنا حاجة احنا بنحلوا كل حاجة اهو معاكم ان شاء الله كلكم تبقوا بالف خير ان شاء الله سؤال ولا استفسار يا جوزيف لا عند سؤال اتفضل بيقول اه ازا كان لزاك قطعة من جزئي دين ايه ازا كان قطعة اه لزاك قطعة من جزئي دين ايه من جزئي دين ايه اه تمام ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا علش? اللفات. اللفات. تمام. بس كده? اه بس. طب تمام. لما يقول لك الجزيز لو عايز تقامعي واحنا بنقول للاجابة. لما يقول لك كتعة من جزيز دي اني انا فهمت انها الشريتين. تمام كده? طيب. تسعة تلاف. اقسم على عشرة. لا على عشرين. لان ده شريتين. يبقى هقسم هنا التسعة تلاف على عشرين. اقسم بقى هطلع كام? ربعمية وخمسين? ربعمية وخمسين لفة تقريبا. طيب. اه. عدد الكودونات ما وتسعمية بقى نصهم ربعمية وخمسين. عدد الكودونات. لما تجيب عدد الكودونات بتجيبه من احد الشريتين يا جوزيف. صح? طب. انا بنسخ لاما ارنيه من احد الكودونات من احد الشريتين. طب ازا كان انت عندك تسعة تلاف على الشريتين. يبقى الشريت الواحد. الشريت الواحد هقول التسعة تلاف على الاتنين. هيطلع. اه. اربعة تلاف وخمسمية. صحي الكلام? طيب. ده اربع تلاف و خمسمية ايه? قعدة نتروجينية. انا لسه ما جبتش الكودونات. هرجع امسك الاربع تلاف و خمسمية وقسمهم على تلاتة. ليه? لان انا عارفة ان كل تلاتة بيمسل كودون. كل تلاتة بكودون. يبقى انا معي الف و خمسمية كودون يا جوزيف. ايه يا جوزيف. انتيني عملتها ازاي? اه. يبقى خلي بالك قلق قطعة من جزيء الدينية. انا بتكلم عن شرتين. اسم على العشرين على طول وانت المتطمن. عشان اجيب اللفات. والكودونات خلي بالك برضو انا ده شرتين. فانا جبت من شريط واحد. يعني اسمت على الاتنين. واللي طلع رجعت اسمت على التلاتة عشان اكيب الكودونات. افرد قالك كم حمد امينة ينتج من الترجمة. شيل من الالف و خمسمية واحد. يبقى الف ربعمية تسعة وتسعين حمد امينة. عشان انا شلت كودون. ايه الوقف يا جوزيف? في سؤال تاني? لا شكرا. نورتنا يا جوزيف. احنا منتظرين كله في اي ازئلة احنا معكم. معانا سؤال رقم 16 بيقول اجيب عن سؤال واحد فقط من الاتف. قارن بين النيوكليوسوم والبلازميد. اعايز اقارن بين النيوكليوسوم والبلازميد والنسخ والتضاعف واحنا طمعين وبنحل الاتنين. طيب تعال نشوف النيوكليوسوم ده عبر عن ايه? النيوكليوسوم هو حلقات دائرية من الDNA حول بروتينات هستونية. حلقات دائرية من الDNA حول بروتينات هستونية. كان وظفتها انها كانت اول خطوة من خطوات تكسيف وتصغير جزء الDNA عشان يشغل حي الصغير في النواة. فانا اصرته بحلقات النيوكليوسوم او مستوى الشريط النيوكليوسوم عشر مرات قدر حجم الطبيعي. انت كده اصرته عشر مرات قدر حجم الطبيعي. ده النيوكليوسوم. طيب والبلازميد. البلازميد عبر عن جزئات صغيرة دائرية من الDNA لا تتعقد بوجود بروتين معها. مهم او الحتة دي. لا تتعقد بوجود بروتين معها. انا كده قلت التعليف. ممكن اقول كمان ان النيوكليوسوم يوجد فيه حقيقيات النواة. البلازميد يوجد فيه اوليات النواة. ما برضو يعتبر وجه مقرد. ويوجد في فطر الخميرة فقط من الحقيقيات. يبقى انا عرفته ايه النيوكليوسوم ده. ووظفته وموجود فيه. تاني يبقى النيوكليوسوم عبر عن حلقات دائرية من الDNA حول بروتينات هستونية. ده مكانه او ده تعريفه. ما وظفته عمل على تقسير الDNA عشر مرات قدر الحجم الطبيعي. ده موجود فيه. ده موجود فيه حقيقيات النواة. بينما البلازميد جزئات صغيرة من الDNA لا تتعقد بوجود بروتين معها. خلي بالك هناك كتحولين بروتين. ده دون بروتين. ادي وجه مقارنه. يبقى لا تتعقد بوجود بروتين معها. وتوجد فيه اوليات النواة زي بكتيريا اشريشيكولاي مثلا. وفي الحقيقيات تفطر الخميرة فقط. طيب جايب لي سؤال تاني حلو قوي. بيقوم بين الناسخ والتضاعف. طيب خليكم معي. انا انا عايزة اتكلم في اربع نقط بس ناخد الاول مريم. وبعدين نرجع الاسئلتنا تاني. مريم من اسوان يا مريم. انا من اسوان. زيك يا مريم. الحمد لله. عاملين ايه في اسوان في الحر ده يا مريم. اه يا مسهل. ربنا معاك يا حيوتي يا رب سأسمع ان اسوان مدينة جميلة. مش هتستضيفين عندك لما انت خلاص انت حنات? لا ان شاء الله تشرفونه والله اه الكلام يا ماني ونجد عند الجد وبتحصل. خلاص يا مريم. عندك سؤالة الاستفسار. اه عندي بس نعرف شوية تانت دخلها لطمع يا مري. قول يا مري. هو بيقول لي القواعد النيتروجينية الاربعة. القواعد. النيتروجينية. النيتروجينية. الاربعة. الاربعة. التي تدخل في تركيب احماض النووية الريبوزية. الاحمااض النووية الريبوزية. تمام يا مريم. تشبه الى حد كبير. تشبه الى حد كبير. الحروف الابجدية. الحروف الابجدية. تمام؟ تمام. ده سؤال. اه ده سؤال. اه جميع الجننات جميع الجنات على الدين اي 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 على الدي اي اي تلعب دور مباشر الله عليكي انت سمعتك حلقة من اولها ماريم اه اه شوفته بس سؤالك ده تبيって نتي practitioners دور مباشر ودور غير مباشر ودور غير مباشر في تكوين البروتين في دكوين البروتين تمام اخر سؤال اخر سؤال قد تتبادل قد تتبادل الرأي بصمات تحت وحدة ديها اه هو امتحان 2009 دي صح كده اه طمام اه طمام عند بد عملية البناء على بروتين الله ينور عليك عند بد انا عايز نجاوب السؤالين اللي حططيهم اول الحلقة وقلنا نفكر فيهم بجد قول يا ماري هو الاولاني بيقول تتابع من ممكن تقولي كده عليش انا قلت تتابع من النيوكليوتيدات ينسخ دون ان يترجم هيبقى قدون الوقف لان لما بنيجي ننسخ مرن بننسخ القدون البدء الوقف اخطوض معلش ونترجموش برابع عليك فعلا انا بنسخه لكن ما بترجموش يبقى قدون الوقف بينسخ دون ان يترجم هاي لا التاني هيبقى محفز اه اللي هو بقى ايه انا اقولك بقى السؤال على الاجابة احنا بنعمل اتباع جديد النهاردة اني تتقولي اجابة ونقولك سؤال طوش ده بقى اجابة المحفز اللي هو تتابع من النيوكليوتيدات يقرأ دون ان ينسخ او يترجم اه اللي هو ايه بقى السؤال الثالث السؤال الثالث حيبجة طب معاش كده اقولي عشان انا حكتش اكتبه حاضر هقولولك السؤال الثالث كان بيقول تتابع من النيوكليوتيدات بيترجم دون ان ينسخ هو ممكن اقوله المضاد الكدون او اه او مثلا اللي هو بس انت عسل يا مارم انت جبتي سؤالين حلوين او انا ما اشتبه انا بالضبط فكرتين اني الثالث ما لحكتش اكتبه عشان كده ما فكرتش فيه اه هو الثالث انا انا عايزة واحد بترجمه من غير منسخه يترجم دون ان ينسخ دون ان ينسخ كرمطا لك يا مارم عشان انت يا عسولة واهتميتي واتصلتي انا كنت مش هقوله مجرى اخر الحلقة بس انا هقوله عشان خاطر عيونك انت عارقه هو لما اقولك ان انا بترجمه من غير منسخه يبقى انا بترجمه على طول يعني هو موجود اصلا عندي RNA مين بقى اللي اصلا المادة الورسية عنده RNA الفيروسات او بعض انواع الفيروسات يبقى مين اللي بيترجم دون ان يتنسخ انزيم النسخ العكسي اه انزيم النسخ العكسي بروتين صح الكلام صح صح بروتين يعني عايزة ان انا اترجمه يبقى انا عايزة انسخ المفروض لا مش محتاجة ان انا انسخه ان هو اصلا يوجد بالفيروسات اللي محتوى الجيني RNA او بيخلي بيخلي اللي هو الجينات التعيسي اللي يتحول الDNA يعني بيحول ودوته الورسية من RNA الى DNA الفكرة في ان هو عنده انزيم اسمه انزيم النسخ العكسي الانزيم ده بروتين والبروتين يعني هيترجم بس هل انا محتاجة ان انا انسخه يعني هو عنده DNA وهنسخ منه عشان احاوله RNA وترجمه لا لان هو اصلا فيروسات عندها RNA فبترجمه على طول دون ان نسخه برافا عليك لا بس انت هاي لا ماري اجوبلك بقى على اسئلتك طبعا انت جوبت على اسئلتك تلاتة وتلاتة متعدلين سؤالك يا ماري انت قلت كوات النترزينية الاربعة بتدخل في تركيب الاحماض النووية الريبوزية بتشبه الى حد كبير الحروف الابجدية انا عندي النووية الريبوزية بقى انت حددتيني بالA والU والG والC ادمين جوانين واليوراسين والسيتوزين طبعا هي بتشبه الحروف الابجدية ليه ان من خلال الاربع حروف دول او الاربع قواعد دول بتكوني كم كبير بقوم شفرة برافو عليك كم كبير من الشفرات والكدونات زي ما اقولك مثلا قولي اي ثلاث حروف جبر مثلا U-A-A لا انا بقولك حروف عادية ابجدية جبر ممكن اقول جيم والبيه والريه ممكن اقول جبر ممكن اقول برج ممكن اقول رجب ثلاث كميات جبتي منهم من ثلاث حروف وهكذا فينتيني نفس الفكر الاربع قواعد دول على الاساس ده اختلاف ترتبهم وهتختاري انهي قاعدة فيهم او انهي ثلاثة فيهم ممكن تكوني من معدد كبير من الكودونات والشفرات يبقى هي ابتشبه الى حد كبير حروف ابجدية بتكوني منها كلمات لكن انا هنا هكوون منها كودونات قلتي كمان جميع الجينات على دي ان ايه بتطلعوا دور مباشر ودوره جير مباشر في تكوين البروتين اللي بيعمل دور مباشر هو جينات بناء البروتين وبس الجين بتاع بناء البروتين اللي انتي هتنسخي منه ال-MR-NA هو ده المباشر وبس الجين بتاع البروتين اللي المحفز قالك الجين اهو وانتي روح تنسختيه هو ده اللي هيروح للسيتوبلازي ابروتين ده مباشر اهو كل ما هو حواليه بعد كده غير مباشر يعني المحفز اللي البروتينات اللي بتاع بتصنع الريبوسومات لا انا بتكلم عن الجينات بقى او بلاش اقول جينات خلينا اقول كلمة اضطك شوية اه ممكن قلتها تابعات تماماش المحفز دوره غير مباشر ده بيحفز البالمر عشان يجي نسخل ايه مرن ايه دوره غير مباشر طب لو عندي جين بناء الر lime غير مباشر لان انا لسه هبني الر lime تمام فعلا صحي كده طب والTR lime برضو غير مباشر غير مباشر ايه طبowym يبقى دي كلها غير مباشر اهو يبقى انا نفيناتي عن ايه مباشر وعن ايه جينات مباشر كلمت عن المحافز كلمت عن جينات بناء الرtarine جينات بناء الر anges قلت كمان قد تتبدل الريبوسومات تحت وحدتيها عند بدء بناء البروتين صحي كلام اه اول ما بيتنم الترجمة بيرتبط الراي بالصوم الوحدة الكبرى او الصغرى بتقتل الصور الاول ان دي اللي بتترجم الاول ثم الوحدة الكبرى وبعد ما تم عملية النسخة خلاص انفصلوا عن بعض الاتنين نتيجة عامل الاطلاق طبعا وصبحوا في السايتو بلازل كل واحد مع نفسه بقى كأني جايبه قلم وغطى هوت والقلم التاني وغطى تاني او انفصلوا عن بعض خلاص لما تيجي الترجمة تاني اي قلم مع اي غطى اي ايس بالضبط مش مش حرط انها ترتابة برابة عليكي الممكن اجيبلك اللازرق مع الاحمر المهم بالنغطة وخلاص انا عايزة واحدة كبرى واحدة صغرى هيقول لا اه مش بالضرورة هو يمكن اول مرة يبسون بينزل اه الاتنين بتوع بعض بيشتغلوا مع بعض في اول ترجمة بس بعد كده لو بيسيبوا بعض ويجي ينزل اه ام ار اي ني تاني ويالا يا عم هنترجم تاني اي واحدة كبرى مع اي واحدة صغرى المهم لازم يكون كبرى ويه صغرى اللي تتم عملية الترجمة تمام يا ماريو سعيدة بيكي جدا يا ماريو لا يخليك لا يتلقى لبنا معك يا ربي يوفقك ونسمع عني كل الخير يا رب احنا نستني لكم فاصل وعند الله ان شاء الله خلاص دواع ان شاء الله اول ما الانتحانات تخلص ان شاء الله انا اصداد حسن نجل اتبشركم ان شاء الله بالنتيجة ومدة الاحياء وان شاء الله يبقى نستنقى بعد النتيجة بقى عشان ناكل حاجة حلوة بقى يبقى بعد النتيجة خلاص انا هبلغ الاحياء حسن بالكلام كلهم كلهم والله كل الخام كل الكرطة العالمية اكي يعني معنا المخرجين اللي سمعيني والمساعدين دلوقتي خلاص يا جماعة احنا طلعين اسوار وكل المخرجين ومساعدين ومصورين الصف كله اجبونك ماشي خلاص ماشي يا مهلي ماشي يا حبيبتي رباني ووفقكو يا رب نرجع عليه سؤالنا تاني والنسخ والاستنسخ والترجم تاني تضاعف نسخ استنسخ ترجم تعالى نميز منه التضاعف عشان لسه الغاد دلوقتي فيه ناس بتغلط بين اللي 4 كلمات دوت التضاعف ان انت يكون عندك 2 دي ايه وتبدأ تعمل لهم تضاعف في النهاية يدوك 4 دي ايه يعني التضاعف عبارة عن نسخ التضاعف هو نسخ التضاعف نسخ وليس النسخ تضاعف والعكس عبارات شبه بعضها التضاعف هو ان بيحدث الضاعف او نسخ لكل شرطية دي ايه لا يتوقف النسخ او التضاعف الا بعد تمام نسخ كل الشرطين النهاية اصبح معاك 3 او 4 اسفى 10 هو ده التضاعف ضعفت منين من اي نقطة من بداية من نهاية من نص من اي نقطة المهم ان انت عملت ايه عملت نسخ ليه جميع شرطية دي ايه ادي التضاعف كابو النسخ لا ده انا هنسخ شريط بل قطعة من شريط هنسخ شريط واحد بس زي انا رحت لنسخة الامرنية ده انت خدت منه حتة كمان جين معين يبقى نسخ جين او شريط بل قطعة من شريط اذا ارتضاعف نسخ لكن النسخ لا يعتبر تضاعف طبعا طب الاس تنسخ عادت بقى خد يا عم جين انسولين هاتلي منه 1000 نسخ حطه في البي سي ار تكبل المريز ارفح حرارة اديك الالف نسخ عملت نسخ دي معنى كلمة الاس تنسخ طب والترجمة زي ما جيب للقطعة قولي الترجمي هالي يعني هتغيري من لغة للغة يبقى انا هغيرها من لغة القواعد النيتروجينية الى لغة الاحماض الامنية هي دي الترجمة هغيرها من قواعد نيتروجينية على الامر اني او كودونات الى احماض اامنية الى ثلاثل بيتدية الى بروتين يسبح في السايتو بلازم دول الاربع كلمات اللي لازم تميزهم كويس السؤال كان بيقول النسخ والتضاعف اظن قلناه يبقى النسخ بيحصل على شريط واحد بل قطعة من هذا الشريط في وجود انزيم بالمرة سواء بقى انت بتنسخ ار اي ني بقى انزيم بالمرة الامر اي ني بتنسخ دي اي ني بقى بالمرة الدي اي ني على حسب نوع النسخ بتاعك بينما التضاعف انت احتجت له اصفة تلات تلات انزيمات اللولب والبلمرة والربط وطبعا لا توقف التضاعف الا بعد تمام نسخ كلا الشريطين والاليتين بيحصلوا معاية في السيتوبلازم وصلنا لسؤالنا رقم 17 عايز مكان ووظيفة زيل عديد الادينين مكانه في نهاية شريط الامر اي ني وظيفته يعمل على حماية الامر اي ني من التحلل بفعل انزيمات السيتوبلازم بيحمل امر اي ني من التحلل بفعل انزيمات السيتوبلازم ده زيل عديد الادينين وصلنا للسؤال رقم 18 بيقول ما اهمية الجينوم او الجينيوم البشري الجينوم او الجينيوم البشري طبعا هو المجموعة الكاملة للسبغيات الموجودة في الخلال البشري مهم في ايه مهم ان انا اقدر اعرف به او اعرف من خلاله الجينات المسببة لعجز بعض الاعضاء اعرف الجينات المسببة لعجز بعض الاعضاء اقدر اعرف برضو من خلاله الجينات المسببة لبعض الامراض الوراثين الجينات اللي بتسببلي بعض الامراض الوراثين كمان برضو اقدر اعرف من خلاله ان انا اكون اكوين عقاقير بدون اثار جانبي تكوين عقاقير بدون اثار جانبي اقدر كمان استخدمه في تحسين النسخ إزاي؟ لو قدرت أعرف أن جنين الماء عنده جينات هتسبب له مشاكل فيما بعض أو عجز أو أي نوع من أنواع الخلل أقدر وهو في مراحل نموه الأولى أن أنا أستبدل هذا الجين الذي يحتوي على خلل أو عضب بجين آخر سليم يبقى أنا كده عملت تحسين للنسل طبعا إحنا بنقول تحسين لو أنا بحل المشكلة بدل ما أجيب للمجتمع شخص مشوه أو عنده مشكلة الماء أنا بحاول أحلي المشكلة دي يبقى ده حاجة مفيدة أنا بعمل تحسين للنسل لكن ما أصدش تحسين للنسل أن أنا أقول أنا عايزة إبني تطلع عنه خضرة ويطلع شعره أصفر لا أنت كده بتعمل حاجة عكس خلقة ربنا وطبعا ده بنعتبره مش صحيح حرام لكن أنا بحاول أحسن لو في جينات مرضية ممكن أحلي بقى مشكلة جنين طالع لوش الدنيا ممكن يعني مشاكل اللي بيقته والأهله كمان بستخدمه برضو في أن أنا أقدر أتعرف أن أنا أرسم صورة كاملة لأي شخص ما إذا توفرت له خلية فيها عدد كامل يعني توفر معايا خلية جلدة خلية شعر ده بيفيد في علم الجرائم على سبيل المثال جريمة ما وجدوا شعر في أظافر القطيلة مثلا أو جلد في أظافر القطيلة بتحليل هذه الخلية أقدر منها أكون صورة كاملة للمجرم أو صاحب هذا الشعر أو هذا الخلية ممكن أعملها من خلية جسرية ممكن من حيوان مانوي لكن أيهم أفضل أكيد الجسرية ليه؟ الخلية جسرية فيها مجموعة صبغية كاملة أقدر هنا أميز بين الجين الساد والجين المتنحي مجموعة كاملة لكن لما يجيب حيوان مانوي فيه نص المجموعة الوراثية مقدرش هنا أميز ممكن يكون الجين ده متنحي لما يتقابل مع جين لقصاد يبقى الأفضل دايما هو الخلية الجسدية وده كان فيه طالد سأل السؤال ده قبل كده ليه؟ بفضل استخدام خلية شعر وما استخدمش خلية حيوان مانوي لأن خلية الشعر خلية جسدية بها عدد كامل من المجموعة الوراثية وصلنا لسؤالنا رقم 19 اللي بيقول أجيب عن سؤال واحد فقط من ما يأتي كالمعتاد ألف منه بيقول ماذا يحدث في حالة غياب الريبصومات من خلايا بيتا بالبنكرياس ده مركزلي على بيتا بالذات غياب الريبصوم من بيتا بالبنكرياس طيب تعال نحل أولين وعندما نرجع نشوف به الريبصوم من بيتا هو ريبصوم ده بيعمل ايه؟ بيخلق بروتين يبقى أقول له غياب الريبصومات من خلايا بيتا هيؤدي إلى نقص أو غياب ده غياب خالص غياب أو عدم تخليق هرمون الأنسولين الذي يصنع في بيتا أصلا وركزلي في بيتا بالذات وبيتا ده مسؤولة عن إنتاج الأنسولين أنا ما عنديش ريبصوم مش هقدر أكون الأنسولين وبالتالي نقص الأنسولين هيسبب لي أن الشخص ده هيتعرض إلى مرض البول السكري لأن مش هيتم التخلص من السكر لجلجوز الزائد في دمه مؤديا إلى مرض البول السكري يبقى أقول له إيه تاني نرتب كلامنا إحنا اتفقنا في ماذا يحدث بالذات قول اللي هيغيب أو العدو اللي غاد ده وظيفته إيه؟ وما يترتب على عدم أداء الوظيفة بتاعته عدم وجود ريبصوم إذن عدم تخليق بروتين وقوم بصة كده دبيتا يبقى عدم تخليق بروتين هرمون الأنسولين وبالتالي لا يوجد أنسولين في دم الشخص إذن هترتفع نسبة سكر جلجوز في دمه مفيش أنسولين عشان يدخل بين أغشية الخلايا اللي يتم هدمه أو عشان يروح يعنهولي جولايكو جي يبقى نسبة الجلجوز هزيد في الدم مما يتسبب عنه هيصاب هذا الشخص بمرض البول السكري هيعاني من زيادة في تعداد أو عدد مرات التبول طبعا وإحساسه بالعطش الدائم ده نتيجة وجود سكر كتير في الدم ورغم كده بيعاني ده من الجوع الشديد طب ده بيأكل كتير وفيه نسبة السكر كتير آه أوكي بس السكر ده مش قادر يدخل في الخلية مش قادر يهدم فبالتالي فيه بنقول عليه حالة جوع للخلايا الخلية جعانة مفيش اي تي بي مفيش باور مفيش طاقة فبالتالي طبعا ده أعراض مريض البول السكري فيه سؤال تاني كان بيقول ماذا يحدث غياب الإنزيمات المعدلة من بعض سلولات البكتيريا تخيل نفسك لما تيجي تستخدم مثلا مية نار في استخدامتك تنظيف أو أي حاجة من غير ما تلبس جوانتي بتاعك كيرس مفيش انزيمات معدلة في بعض سلولات البكتيريا سلولات البكتيريا التي احتوى على الانزيم المعدل بيكون عندها انزيم آخر اسمه انزيم القصر خلي بالك سلولات البكتيريا اللي عندها انزيم معدل بيكون عندها انزيم آخر اسمه انزيم القصر انزيم القصر ده بيتعرف على دي إنه الغريب ويقصه وهي عشان تحمي نفسها بتحط انزيم معدل طب انا ما عنديش انزيم معدل يبقى غياب الانزيمات المعادلة يقدي الى عدم اضافة مجموعة ميسايل لنيوكليوتي ده التي يتعرف عليها انزيم القصر فبالتالي لا تستطيع البكتيريا حماية الDNA الخاص بها من فعل انزيمات القصر شفت رتبت الكلام ازاي وبالتالي هيتقطع الDNA تحت لقطع دي من قيمة هيتم هلاك هذه البكتيريا نقولها تاني غياب الانزيمات المعادلة مع فيش انزيم معدل نعمل ايه عدم اضافة مجموعة ميسايل لنيوكليوتي ده التي يتعرف عليها انزيم القصر وبالتالي لن تستطيع حماية الDNA الخاص بها من اثر انزيم القصر مما يؤدي الى تقطع او قص الDNA الخاص بها الى قطع ديمة القيمة فبالتالي هتنتهي هذه البكتيريا لعدم وجود انزيماتها المعدلة يعني خلي بالك ان لما يكون في بكتيريا عندها انزيم قصر لازم لازم يكون عندها انزيمات معدلة طب لو في خلاة بكتيرية هيدخل لها ميكروب يعمل ايه قبل ايه البكتيريا تعمل ايه قبل ايه يعني بمعنى هل تفرض انزيم معدل عزيم قصر مع بعض ولا تفرض انزيم قصر الاول بعدين معدل اول ولا معدل اول بعدين قصر الاول لا احمي نفس الاول تفرض انزيماتها المعدلة الاول عشان تحفظ الDNA التاحة وان تبدأ تفرض انزيمات القصر معدلة ثم قصر ده يدلك على أهمية الإنزيمات المعدلة قد إيه مهمة قوي بالنسبة لبكتيريا طب لو كان في بكتيريا ما لا تحتوي على إنزيم قصر إذا كانت هذه السلالة لا لاحتوي على إنزيم قصر خلاص مش محتاج يكون عندها إنزيمات معدلة يبقى إنزيمات المعدلة توجد فقط في أني سلالة السلالة التي تحتوي على إنزيم قصر إذا كانت هذه السلالة لا تحتوي على إنزيم قصر فغياب الإنزيم المعدل لن يؤثر معها وصلنا لسؤال رقم 20 بيقول اجب عن سؤال واحد فقط مما يأتي من مصطلح انزيم يعني على تحليل الDNA تحليلا كاملا طبعا مفهوم ومعروف انزيم دي اكسي رايبو نيوكليز بيقول مصطلح مجموعة من البروتينات التي تقوم بالتنظيم الفراغي لجزيء الDNA داخل النواة خلي بالك بروتينات تقوم بالتنظيم الفراغي يبقى البروتينات الغير هستونية التركيبية تنظيم فراغي فيه ناس تسمع تنظيم بروتينات غير هستونية تنظيمية قالك تنظيم فراغي ولايزة تنظيم عمل ركز في الكلام بروتينات تقوم بالتنظيم الفراغي يعني اعطت لجزيء الDNA شكله الخاص يبقى انا عايزة بروتينات غير هستونية تركيبية وليست طبعا التنظيمية وصلنا تقريبا لسؤال واحد وعشرين هو قربنا من منتصف البوكلت بيقول اجيب عن سؤال واحد فقط مما يأتي علل المسافة بين الشريطين الDNA متساوية بطول الجزيء كلام جميل للمسافة بين الشريطين متساوية بطول الجزيء هقول لأن المسافة بين الشريطين بتنتج من تزاوج القواعد النوتروجينية المسافة بين شريطين الديئني تنتج من تزاوج القواعد النيتروجينية ودائما القواعد بتتحد قواعد البريميدينات ذات الحلقة الواحدة مع القواعد البيورينية أو البيورينات ذات الحلقتين فدائما عرض الدرج عرض المسافة بين الشريطين ثلاث حلقات نتيجة اتحاد البريميدينات مع البيورينات تاني ليه المسافة بين الشريطين متساوية لأنها نتجت من اتحاد البرميدينات ذات الحلقة الواحدة مع البيورينات ذات الحلقتين فبالتالي دايما عرض الدرج تلات حلقات حلقة وحلقتين البرميدينات حلقة اللي هم مين والبيورينات حلقتين طبعا البرميدينات حلقة واحدة السيتوزين والثيامين والبيورينات حلقتين الجوانين والآدينين يبقى لازم دائما يرتبط حلقة وحلقتين عشان كده من بيرتبط بA مع T والC مع G عشان ده من يفضل عرض الدرج ثابت عبارة عن 3 حلقات مهم اول ان انت تقوله 3 حلقات بيري ميدينات حلقة وبيورينات حلقتين طيب السؤال التاني كان بيقول العلم شريطي الDN غير متماثلين الشريط الواحد للDN مش متماسل يعني ايه مش متماسل اصلا لما تيجي تبص على الشريط بتاعة الDN هتلاقي فيه طرف فوق فيه 5 وفيه طرف تحت فيه 3 طب ليه؟ ليه خمسة وثلاثمين اوش اللي اتنين زي بعض ليه خمسة وخمسة او اي حاجة مش معنى يعني اصلا طرف خمسة هيحتوي على مجموعة فوسفات حرة يعني ايه حرة؟ لو ما فيش فوسفات في النص فيه طبعا بس مرتبطة دايما مجموعات الفوسفات اللي في النص بتربط بين نيوكلوتيدا واللي فوقيها واللي تحتيها وهكاس لكن انا بقولك عن مجموعة فوسفات حرة مش مرتبطة بحاجة فوق ده نهاية شريط من فوق فقلت عليها ايه؟ مجموعة حرة من هنا عشان مش مرتبطة من نيوكلوتيدا عليها قلنا عليها ايه؟ طرف خمسة شرط تعال بقى عند تلاتة اه تلاتة دي مش متصلة من نيوكلوتيدا اسفلها فسيبنا طرف تلاتة وعشان منسبوشي وطبعا وانت اكيد عارف ان المراكلات العدوية ممكن يحصل لها اي هلاك نتيجة دخول اي نوع من انواع العناصر لازم اعمل له نوع من انواع السبات لازم اخلي الجوزيق ده متشبع اشبعه ازاي؟ احط له او ايه في طرف او ايه في الرقم تلاتة او في طرف تلاتة وقمت نسمي اياها تلاتة ايه يبقى انا عندي طرفين في الشريط الواحد طرف خمسة في مجموعة فوسات حرة وطرف تلاتة في مجموعة هيديروكسيد حرة يعني مش مرتبطة بفوقيها ولا بتحتيت سؤال حضر لزهني دلوقتي ما هي الكائنات الحية التي لا تحتوي على مجموعة هيديروكسيد طبعا اوليات النواة لا تحتوي على مجموعة هيديروكسيد ليه؟ علم لان اطرافها ملتحمة لانها حلقية اطرافها ملتحمة وبتلتحم ايضا مع الغشائب لازم في مواقع محددة وصلنا لسؤال رقم 22 اختر الاجابة الصحيحة بيقول لا ينتظم الDNA في صور الصبغيات فيه لا ينتظم الDNA في صور الصبغيات فيه البكتيريا الميتوكنديريا البلاستيدات كل ما سبق مش بينتظم في صبغيات في مين في دول كل ما سبق تانيه كده نقرأ لا ينتظم الDNA في صور الصبغيات فيه البكتيريا ولا الميتوكنديريا ولا البلاستيدا ولا كل ما سبق كل ما سبق ليه لان معنى كلمة صبغي يعني انا عايزة الDNA مرتاط مع بروتين والبكتيريا الDNA فيها لا يرتاط مع بروتين ده غير معقد وكذلك الميتوكنديريا والبلستيدا لان الDNA فيها غير معقد ببروتينات معه شبيه بالDNA في الاوليات فبنقول عليه غير معقد وإحنا كده عند السؤال 22 هنطلع لفصل صغير ونرجع لكم تاني انتظر ورجعنا لكم مرة تانية انا استكمل حل بكرة البيولوجيا الجزائية وكنا وصلنا للسؤال رقم 23 وبيقول ما المقصود بعامل الاطلاق عامل الاطلاق ده بروتين هيرتبط بكدون الوقف طبعا انت لما الريبوسوم يوصل لكدون الوقف ويصبح موقع الامين قصي الفارغ خلي بالك انا عندي موقعين في الريبوسوم في تحت الوحدة الكبرى موقع بيسمى الامين وقصيل وموقع بيسمى البيتديل موقع الامين وقصيل موقع بيبدأ يدخل فيه تي ار اني الذي يحمل حمد الاميني ولان كدون الوقف لا يوجد حمد اميني له او لا يعد شفرة لبناء حمد اميني فبالتالي هيظل هذا الموقع فارغ وموقع امين وقصيل اصبح فارغ ده هيدي الفرصة المين بقى اللي مستني مترقب عامل الاطلاق يرتبط عامل الاطلاق بي كدون الوقف وبالتالي يبدأ يعمل ايه زي ما اتفقنا ثلاث حاجات هيوقف هيفصل هيترك وقف عملية الترجمة ستوب ترجمة اثنين فصل فصل الوحدة الكبرى عن الوحدة الصغرى عن ال MRNA عن ال TRNA كله انفصل عن بعضه ترك ترك عديد البطايد او سلسلة عديد البطايد تسبح في السيتوبلاز يبقى وقف فصل ترك يبقى انا قلت يعني ايه عامل الاطلاق بيروح فين وامتى وبيعمل ايه وظيفة عامل الاطلاق داي من الاسئلة المقالية حاول ان انت تجيب ايكابة كاملة مستفيدة عن الجزئية دي وصلت للسؤال 24 اللي بيقول اختر الاجابة الصحيحة يعتبر التضاعف الصبغي في نبات الامح مثال لحالة تضاعف صبغي خلي بالك انا اللي عملت ده التضاعف الصبغي مثال في نبات الامح المين هل طفرة صبغية مرغوب فيها ولا طفرة جينية مرغوب فيها ولا طفرة صبغية غير مرغوب فيها ولا طفرة جينية غير مرغوب فيها طبعا من غير من فكر يا طفرة صبغية ده بيقولك تضاعف صبغي يعني طفرة صبغية طفرة سبغية أكيد طالما أنا اللي عملتها يبقى دي الصفة مرغوب فيها إذن هي طفرة سبغية مرغوب فيها جعلت نبات الأمح بيكون أفضل أطول بيدي صفات للنبات جيدة يبقى دي طفرة سبغية بالمرة بقى وإحنا وقفين عند نفس الجزئية دي إيه أسباب حدوث التضاعف السبغية قد يكون سبب حدوث التضاعف السبغي عدم انتصال الكروماتيدات بعد انقسام السنترومير وعدم تكوين غشاء فاصل بين الخليتان البناويتان أو الجديدتان طيب سؤالنا 25 بيقول تلعب بعض الانزيمات دورا مناعي في البكتيريا فصر ذلك هو أنا جبت يصيرت مناعة في البكتيريا لا طب ما نفكر كده هل البكتيريا ممكن يكون عندها مناعة هي عندها خلابة لنفوية وباقية وتاقية والكصة الجميلة اللي احنا كنا اتكلمنا عنها الحلقة السابقة دي لا طب أمال إيه المناعة لما بيجي من غير بص من غير حفظ أنا عايزة أكتفكر لما يجي ميكروب يدخل خلايا بكتيرية فيروس ميكروب داخل خلايا بكتيرية بتواجه نفسها إزاي أو بتواجهه إزاي بتعمل إيه آه فيه سلالات عندها انزيمات اسمها انزيمات القصر تتعرف على دي إنه الفيروس الغريب وتهضمه إلى قطع عديم تقييمة كم هي دي يبقى آه تلعب بعض الانزيمات دورا مناعا في البكتيريا لأن يوجد انزيمات القص أو انزيمات القصر انزيمات القصر او القطع البكتيرية ودي انزيمات بكتيرية هتتعرف على مواقع معينة في الدي ان ايه الفيروسي الغريب وتهدمه وتقطعه الى قطع عديمة القيمة ويجينا سؤال حالا ازاي نقدر نقطع لان برضو لبعض من نوكو قال ما بنعرفش نقطع ونجيب الاطراف اللي لصيقة وشاور فين والكلام ده هيجي سؤال في نهاية البوكريت برضو نوضح فيه الجزئية دي حاولنا على قدر المستطاع ان البوكريت يكون شامل جميع الاشكال اللي انت عايزة يبقى فعلا الاذاة بتلعب دور مناعي في البكتيريا لان فيه عندها انزيمات قصر وده انزيمة هم مادة بروتينية تقدر تقطع به الدي ان ايه الفيروس الغريب لو هجم عليها زي ما اتفقنا عشان تحمي نفسها من اصل معانا وضح بالرسم معاليد بيانات الحمد النو والامة ارنيا اتفقنا في اخر الحلقة لو معانا نصحة من الوقت هنرسم معناش ان شاء الله الحلقة من 3 الخمسة معاكو استاذنا كبير استاذنا حسم في الرسومات ويباقي التجريب سؤال 27 بيقول اذكر اسم الانزيم المستخدم في الحالات التالية انزيمات تعمل على استبدال نيوكليوتيدات التالفة باخرى سليمة من نفس النوع خلي بالك انزيمات تعمل على استبدال النيوكليوتيدات التالفة باخرى سليمة من نفس النوع لو بيحصل خلل هتاخد هي تروح تستبدل تشير النيكليوتيدة اللي فيها خلل وتستبدلها باخرى سليمة مواضحة مين المسؤول عن اصلاح العيوب طبعا انزيمات الرط انزيمات تعمل على بناء شرائط DNA من الرNA خلي بالكو عشان كلكو رغم هيفت السؤال بسيط ولكن برضو بتغلطه فيه دايما قولي نفسك ايه هجيب مين من مين هنا قالك بناء DNA من mRNA DNA هتجيبه من mRNA معايا mRNA وعايزة حوله DNA يبقى انزيم النسخ العكسي طب لو العكس mRNA من DNA يبقى انزيم بالمارة mRNA خلي بالك يبقى انزيم بالمارة mRNA هنا طبعا انا كنت عايزة انزيم النسخ العكسي اللي هبني شريط DNA من mRNA طيب وصلنا لسؤال 28 بيقول فصر ترتبط البروتينات الهيسطونية بالقوة مع حلقات الـ DNA مكونة نيوكليوسومات وفيه سؤال تاني بس خلينا نحل الالف الاول ليه بترتبط البروتينات الهيسطونية بالقوة مع حلقات الـ DNA مكونة نيوكليوسوم طبعا انا عارفة انها بتأثرهلي عشر مرات بس مش ده المطلوب المطلوب بترتبط ازاي مرتبطة ازاي اسمع الاجابة البروتينات الهيسطونية البروتينات الهيسطونية هتحتوي على حمدين امينيين وهم الارجينين والليسين تاني البروتينات الهيسطونية هتحتوي على حمدين امينيين وهم الارجينين والليسين اللذان يحتويان على مجموعة الار او الالقيل الموجبة في البي اتش العادي للخلية ترتبط مع مجموعة الفوسفات السالبة في جزيء الدي نيوكوة ربطة بنقول موجب وسالب نتيجة تجازب الشوحنات يمكن هي مش ايونية هنا مفيش فاكد واكتساب قوي بس انا بقول تجازب الشوحنات شبيهة بالايونية يبقى حصل ارتباط قوي ده ازاي ما بتتفكش ازاي ده انا حتى لو باجي اضاعف بقولك على اقل تكونوا على مستوى شريط النيوكليوسوم يعني نقدر افكوا كله ووقف عند النيوكليوسوم ايه السبب ده مرتبطة ليه كده علشان البروتينات اللي هي الDNA ملتفحة حولها دي عندها اجرين ولايفين فيهم الار الموجبة في البي اتش العادي للخلية عشان ترتبط مع مجموعة الفوسفات السالبة تجازب كهرابي موجب وسالب ربطة طبعا من اقوى الروابط للتنتج نتيجة تجازب كهرابي ده السؤال بيه في 28 بيقول فصر يظهر في بعض الفيروسات معدل مرتفع من تغير الوراثي بيظهر في بعض الفيروسات معدل مرتفع من تغير الوراثي ليه اصلي دي بيروسات هتحتوي على RNA لان بعض الفيروسات محتوها الجيني الوراثي RNA والRNA شريط مفرد معرض للتفارات شريط مفرد معرض للتفارات فاذا حدث اي خلل في اي قاعدة بيورينية من قواعده لن يستطيع انزيم الرفض اصلاح التلف لعدم وجود قالب يتم على اساس الاصلاح لعدم وجود قالب يتم على اساس الاصلاح كده انا قلت كل حاجة في الجزئية دي ده مش كل الفيروسات ده بعض الفيروسات اللي محتوها الجيني RNA اصل شريط مفرد فبالتالي لو حصل اي خلل في اي قاعدة بيورينية مش هقدر احل المشكلة مش هتعرف تحلها ليه يا عم اصل ما عنديش قالب بقدر على اساسه احل المشكلة يبقى انزيم الربط هنا هيقف عاجز ولو اني فيه نسبة اصلاح بتتم بس نقدر نقول بنسبة ما بتجيبش الربط ليه اصل خلل حصل في قاعده القاعدة يقدر تكون G او C او A او U ما انا بتكلم عن بيروس RNA بقى نفترد ان هو مثلا الاي حصل اختلاف في قاعدة الاي وبوازد هيعمل اي هيحط حاجة من الاربع هيحط G خطأ هيحط C خطأ هيحط U خطأ بص نسب الخطأ قد اي هيحط اي صح يبقى نسبة الاصلاح عندك بنسبتها كم تقريبا الربع الاصلاح هنا بنسبة الربع لكن طبعا احنا ببنذكرش الحتة دي قوي احنا بنتكمل بشكل عاق يبقى طبعا في الفيروسات RNA واتفقنا ليه طيب احنا جينا عند السؤال 29 ايه اللي بيقول اذا كان عدد نيوكليوتيدات البيورينات في جزيء DNA 180 نيوكليوتيد في ان عدد لفات هذا الجزيء كام عندك 180 نيوكليوتيدات بيورينات يا ترى اللفة هتبقى كم لفة هتقول لي ايه علاقة بيورينات باللفات بس طب تعالي اشوف الاختيارات معايا وربنا كي سهل هل يا ترى 9 لفات ولا 18 لفة ولا 27 لفة ولا 36 لفة فكر معايا طبعما البيورينات 180 وانت عارف ان البيورينات بتساوي البيريميدينات يبقى برضو البيريميدينات هتكون 180 اجمعهم على بعض 360 ايه اسم على العشرين 18 طبعما انا ممكن اقسم 120 على العشر على طول اشيل علامة عشرية يبقى 18 لفة بس انا اصدت اقول الجزئية دي عشان تبقى فهم انا قلت كده ليه انا عندي بيورينات 180 نيوكليوتيدة والبيورينات بتساوي البيريميدينات يبقى البيريميدينات برضو 180 يبقى عدد نيوكليوتيدات هذا الجزئ 360 على الشريطين اسم على 20 هيطلع 18 او 180 على 10 يبقى الاجابة ب118 لفة وصلنا لسؤال فيه جدول بيقول بصي معايا كده على الجدول الجدول بيقول لنا ايه الجدول المقابل بيوضح نسب القواعدة النيتروجينية في احد الاحماض النوائي في دوق ذلك اجب عن الاسئلة هيجب لي اسئلة تخص الجزئية دي طب بصي لي كده على الجدول بوضحه لك اهو عندي 3 عينات دي ان ايه فيه عينة الالف فيه 25 ادينين 15 جوانين 35 ثيامين 35 ادينين اسفة طبعا والسيتوزين مفيش يرسيل مبدأ ايان ده دي ان ايه طيط تعال نحاول نجيب سين ده اللي هو سيتوزين كام 35 و 35 70 شنهم من المية في المية يتفضل 30 شن منهم 15 جوانين يبقى انا عرفت ان السيتوزين 15 بيبقى الادينين هيتسوي السيمين والجوانين بتسوي السيتوزين ده جوزين والزاجون اللي دي ان ايه من اجل ما ببص على الاسئلة اهو ببص على الجزء اللي بحاول احله معاك الاول به عندي الادينين صاد جوانين 40 سيامين 15 سيتوزين 40 واليوراسيل 0 برضو ده دي ان ايه طيط تعال نجيب نسبة الصاد دي 40 40 80 شنهم من المية في المية نفضل 20 شن 15 طبعا سيامين نفضل 5 يبقى الادينين اللي هو الصاد 5 مايجيش بقى واحد يقوللي بس السيمين مفوض ان هو يكون قد الادينين يبقى 15 ده جزء وانا بقولك نسب لازم مجموحهم يطلع مية في المية يبقى انا كده عارفت ان هو دي انيه لكنه شريط مفرد بترد ان هو دي انيه دي الواسي كان بيتعمله رفع درجة حرارة بعمله تهجين مش مشكلتي بقى المهم اللي ها شريط مفرد طب تعالى نبص على جيم جيم جبلي ادينين 40 جوانين عين ثيمين صف انا عرفت ان ده مش دي انيين سيدوزين 30 وليوراسيل 20 خلاص ديوراسيل يبقى ده اكيد ر انيين تعالى نحسب العين هتقى بكام 30 و 20 50 و 40 ادينين يبقى 90 يبقى العين بكام 10 يبقى الجوانين هتكون معايا بعشرة طب تعالى نشوف هو عايز ايه بقية الاسئلة بتاعتي اول سؤال بيقول لي ما نوع الحمد النووي في العينة الف او العينة كان مين هنها جزء dna طبعا جزء لان احنا تفعنا ان النسب كلها متساوية ولماذا لان النسب كلها متساوية الادينين بتساوي السيمين والجوانين بتساوي السيدوزين ما نوع الحمد النووي في العينة جيم جيم نرجع لها كده تاني جيم اللي هي العينة الثالثة يبقى نوع الحمض النوي RNA ولماذا؟ لان يحتوي على يوراسيل بقى نسبة القواعد الأدينين في العيلة به وعلى ما يدل ذلك ارجع كده تاني الأدينين عندي في به تلعت خمسة وده بيدل على ان ده شريط مفرد من الDNA طيب وصلنا لسؤال 33 بيقول ايه؟ مصطلح علمي تتابع النيوكليوتي دات فيه سلاسيات على الـ mRNA والتي تم نسخها من أحد شريطي الـ DNA طبعا دي أكيد الشفرة الشفرة الوراسية الشفرة الوراسية جينا عندي سؤال 34 بيقول اجيب عن سؤال واحد فقط من ما يأتي هنقارن بين الـ DNA والـ RNA من حيث نوع السكر الخماسي والقواعد الـ nitrogen نوع السكر والقواعد الـ nitrogen تمام تعال نقارن السكر في الـ DNA انا هقول كل المقارنة مش اللي هو طلبه بس بس انا هبدأ بالله هو طلبه نوع السكر في الـ DNA سكر ديوكسي ريبوز مهم عشان كاي سموت DNA اصل السكر ديوكسي يعني منقوس الأكسوجين يبقى دي نوع السكر سكر ديوكسي ريبوز يعني منقوس الأكسوجين طب السكر في الـ RNA لا سكر ريبوز ده فيه زياد الأكسوجين واحدة ايه كمان وجه تشابه كلا هم يحتوي على مجموعة فسات في زرطة الكربون رقم خمسة كلا هم يحتوي على قواعد النتروجينية في زرطة الكربون رقم واحد خلاص كيا تمام طب هو عايز القواعد كمان في الـ DNA القواعد النتروجينية هي أدينين في يمين جوانين سيتوزين طب هو في الـ RNA أدينين يوراسيل اختلفت جوانين سيتوزين يعني قاعدة توجد في الـ DNA ولا توجد في الـ RNA في يمين قاعدة توجد في الـ RNA ولا توجد في الـ DNA يوراسيل ده اللي هو طلبه تعالا حنكمل عدد الأشريطة شريطين في الـ DNA شريط واحد في الـ RNA وكان وجوده الDNA يوجد في النواة الRNA ينسخ من جينات خاصة في النواة ثم يخرج من خلال سكوب الغشاء الناوي اللي يتم ترجمته للبروتين المقاب طيب السبات الDNA ثابت لا يتحلل إلا بيدي أكسر أبو نيوكليس طبعا لكن هو ثابت لا يتحلل طيب والتاني الRNA بيتحلل ويعد بناءه ويتحلل ويعد بناءه وهكذا طيب من حيث الأنواع الDNA نوع واحد بينما الRNA ثلاث mRNA TRNA RRNA كلا هما له دوره في تخليق البروتين الDNA يحمل الجينات والمحفزات التي تخلط أو مسؤولة عن تخليق البروتين سواء مباشرة زي ما ماري مسألت من شوية أو غير مباشرة بينما الRNA برضو بيشاركوا في تخليق البروتين سواء اللي بيحمل الجين الرسول نقل الرسالة من النواة إلى سيتوبلازم الرسول يبقى ده دور مباشر أو الTRNA اللي بينقل الأحماض الأمنية مهم لكن غير مباشر أو الRRNA اللي بيكونلك الريبسوم مهم برضو بس غير مباشر يبقى كلهم لهم دور في تخليق البروتين به كان طالب إيه مقارنة بين التضعف الصبغي في النبات والتضعف الصبغي في الإنسان من حيث التأثير التضعف الصبغي في النبات إيه تأثيره؟ لا ده ممتاز مرغوب فيه ليه؟ هيخلي الجين يعبر عن نفسه بشكل أعلى الجين يعبر عن نفسه بشكل أكبر أكتر من نسخة من الجين وبالتالي هيترجم وبالتالي هيكون هذا النبات يكتسب صفات مرغوب فيه أكبر حجما نوعه سمرته أو حجم سمرته أكبر لونه أفضل طعمه أفضل أكيد أنا قديته صفات مرغوبة فيه إذن هو مرغوب فيه في عالم النبات الإنجين يعبر عن نفسه بشكل أعلى وأكيد مننا اللي زاقرة تجيب قوي أهلينا بقى للكبار التفاح المصري كان حجمه قد إيه؟ شوف بقى حجمه قد إيه؟ إيه سو بحاجات كتير قوي إحنا بنلاحظها في الأسواق الأيام دي يبقى تضعف الصبغي مفيد طب في الإنسان لا يسبب الإجهاض لأن لازم تقوله ليه؟ التضعف الصبغي في الإنسان غير مرغوب فيه وهي سبب الإجهاض لأن تحديد الجنس في الإنسان يتطلط توازن دقيق بين عدد الصبغيات الجسمية وعدد الصبغيات الجنسية فبالتالي ما ينفعش يحصل في الإنسان باستثناء طبعا بعض المناطق زي الكبد والبنكلياس اللي ممكن يحصل فيها تضعف ما جدتش هنا سرتي بيدان بقى ولا الكلام ده ليه؟ لأنه هو محدد لي في الإنسان يبقى أنا أقول تره مهم أو مرغوب فيه في النبات ليه؟ ومش مرغوب فيه في الإنسان ليه؟ أصلا هيعمل لي إجهاض وصلنا للسؤال رقم 35 اللي بيقول حدد رقم الكرومصوم الذي تقع عليه الجينات التالية في دي اسم الإنسان طبعا آخر صفحة ومهمة وسهلة وقوعة تهملها جين البصمة على الكرومصوم رقم 8 الجين المسؤول عن تكوين الأنسولين أنسولين والهيمجلوبين اللي 2 على الكرومصوم رقم 11 جينات فصائل الدم على الكرومصوم رقم 9 جين عمل ألوان على الكرومصوم رقم 23 خلي بقى لك هو كان طالب رقم الكرومصوم يعني لو أنت أمتكاتب في جين عمل ألوان ده أو الهيموفيليا الكرومصوم الجنسي أو الكرومصوم X قد يحدث هنا مشاكل لأنك ما قلتلوش الرقم إيه؟ وممكن بعض الناس أو المصاحين يعتقلوا له غلط فيفضل أن أنت تقول له الرقم رقم 23 إن هو المكروب الرقم طيب سؤال عايز مننا شوية فكرة كيف يساهم الـ mRNA في تكوين TRN آه فقر معي كيف يساهم الـ mRNA في تكوين TRN ده ده نوع وده نوع هو ممكن RNA يشارك في تخليك TRN خلي بالك إحنا قلنا نهارده شوية معلومات مهمة لك إحنا بنراجع لمراجعات النهائية فخلي بالك من معلومات الصغيرة دي إيه دور الـ mRNA في تكوين TRN طب ما تعالى بالراحة كده نشوف يعني عشان عايزة عاودك إنك لما يجيلك سؤال في الامتحان ما تصدمش ويجيلك قفلة منه فقر شوف ده دوره إيه وده دوره إيه وحاول قربه وجادر نظر من بعض يعني هو الإمارين ده شغلته إيه ده بياخد الجينات بينقل الشفرات ده ده الرسول من النواع عشان يترجم في السايتو بلاس الرسول حامل ناقل المادة الوراسية أو ناقل الشفرة حلو وتقل ليه بيعمل إيه بيحمل أحمد أمن إيه جميل يعني أنا وصلت لغاية الامارين بينقل شفرة شفرة إيه بناء بروتين بروتين إيه أي نوع من أنواع البروتينات أي نوع من أنواع الإنزيمات بما فيها إنزيمات البلمرة آه طبعا مش إنزيمات يعني مواد بروتينية يبقى الامارين بيخلقها لك أي نوع من أنواع الإنزيمات بيتم تخلقها عبر الـ mRNA أي نوع من أنواع الإنزيمات شفت انا حددتلك ايه انزيمات بروتينات بيتم تخليقها من الامرن ايه علاقة ده بالترن ايه ما انا فتحتلك اهو حتى البالمرة اه حتى البالمرة يعني الامرن ايه هيبدأ ينقل رسالة او شفرة تخليق بروتين انزيم بلمرة الترن ايه هينقل شفرة ترجمة بروتين الترن ايه فيه جين على دي ايه اسمه جين بالمارت او جين علشان ده باسقول عن تكوين انزيم بالمارت الترن ايه ما هو بروتين الامرن ايه هيروح يجيب الجين ده ياخد منه النسخة بتاعته وينزل في السيتوبلاز عشان يتم ترجمته ولما يترجم ويتكون بقى انزيم بالبالمرة اهو دور ايه ما ايه واضح اهو كون البروتين كونه انزيم بالمارت ترن ايه هذا الانزيم يدخل مرة اخرى الى النواة ليشارك فيه نسخة ترن ايه اذا الامرن ايه شارك لك فيه نسخة ترن ايه نقولها تانا كده مترتبة الامرن ايه مسؤول عن انه يحمل شفرة بناء اي بروتين من النواة الى السيتوبلازم بما فيها الانزيمات التي تكون مسؤولة عن البالمرة بانواحها التلاتة ده بيشارك في تخليق نفسه انزيم بالمارت الامرن ايه يبقى الامرن ايه هيحمل شفرة بناء انزيم بالمارت التي ارن ايه من النواة الى السيتوبلازم راح في السيتوبلازم ليه ما خلاص بقى نزل برا عشان يترجم لبروتين اترجم الامرن ايه وخلك البروتين مين بتخلق ده اسم البروتين ده ايه انزيم بالمارت التي ارن ايه ادخل تاني بقى إلى جوه النواة عشان تروح على الجين وتبدأ تنسخ الـ TRN يبقى الـ mRNA شارك في تكوين الـ TRN أصلا مسؤول عن نسخ وترجمة الشريط أو التتابع اللي مسؤول عن تكوين انزيم بلمرة الـ TRN وطبعاً TRN لو ما فيش انزيم بلمرة مش هيتنسخ يبقى لازم عشان الـ TRN يتنسخ أني محتاج له انزيم بلمرة مين اللي بيكون لك انزيم بلمرة ده انزيم وبروتين يبقى الـ mRNA يبقى الـ MRNA الشارك في نسخ أو كلودور في نسخ TRNA تعال نشوف السؤال 37 بيقول لنا ايه هنجاب عن سؤال واحد فقط مما يأتي او السؤال بيقول ماذا يحدث عند معاملة سيتوبلازم البكتيريا بانزيم ديوكسي رايبونيوكليز خلي بالك هو قال سيتوبلازم بس برضو قال بكتيريا ده بيخمك اقرأ السؤال كويس ممكن كلمة واحد ده تباوز لك المعنى بكتيريا يعني ده اوليانا نواية يعني السيتوبلازم بتاعها او النواية بتاعتها اولية يعني دي ايه بتاعها بيسبح في السيتوبلازم طيب ايه اللي يحصل لما هعامل السيتوبلازم بتاعها ببكتيريا او بانزيم ديوكسي رايبونيوكليز بتاع البكتيريا دي طبعا هيحلل الدي ايه تحضيرا كامل هيحلل الدي ايه ده انزيم ديوكسي رايبونيوكليز ولما يحلل الدي ايه البكتيري حصل هلاك للبكتيريا دي يبقى لو انا عملت سيتو بلازم بكتيريا بأنزيم دي اكتيرابونيكليز الحالة دي ايو خاصة به لأن البكتيريا أوليات نواة ودي ايو خاصة بيها بيصبح في السيتو بلازم السؤال به بيقول ماذا يحدث في حالة غياب كودون الايو جي من الام ار ان اي ما عنديش ايو جي ايو جي ده كودون مين البدء ما عنديش بدء طب لما كودون البدء يختاف من الام ار ان اي هل هيتم تخليك البروتين لا طبعا يبقى لن يتم تخليك البروتين او بدء تخليك البروتين لعدم وجود الكودون البدء يبقى توقفت عملية تخليك البروتين علشان كده لازم الكودون ده يكون موجود حتى لو انا مش محتاجة الميسونين الميسونين هو الحمض الاميني اللي بيعبر عنه الايو جي يعني حتى لو انا مش محتاجة الميسونين برضو لازم احطه في الاول ويتم قصه ويمكن ده تلاحظها في الكتاب لما تقرس نسخلك او خلق لك بروتين وجيه في الاخر عند الميسونين وقام جيب لك شكل مقص كده بيقطعه طب انت ليه عملته لما انت بتقطعه لازم اعمله عشان ده كدون البدء لازم احط افرض ان هذا البروتين انا مش محتاجة فيه تكوين وميسونين يبقى هكوينه بس هقصه بعد كده وصلنا لسؤال 38 بيقول اختر الاجابة الصحيحة جزء MRNA بتكون من 336 نيوكلوتيدا فكم تكون عدد الاحماض الامنية في سسرة عديد البطايد نتيجة ترجمة هذا الجزء طيب تعالى بالروح الامر ان ايه ده فيه 336 نيوكلوتيدا هو عيد عدد احماض امنية طب ما تيجي نحاولها الى كودونات 336 نيوكلوتيدا قسم على 3 يبقى على 3 هيطلع 112 طب هل دي احماض امنية لا شي الواحد يبقى اختياراتنا هل 336 ولا 333 ولا 112 ولا 111 طبعا الاختيار الصح هو دان 111 ليه جلت 336 على الثلاثة عشان يطلع معايا 112 كودون شلت واحد وقف اتفضل معايا 111 يبقى اجابة صحيحة 111 ما المقصود بالطفرة المستحدثة لازم اعرفها له ودي له امثلة الطفرة المستحدث طفرة بتحدث نتيجة تدخل تدخل الانسان طفرة هتحدث نتيجة تدخل الانسان عن طريق قد استخدم مواد طبيعية زي اشعة اكس زي اشعة جاما زي اشعة فوق بنافسجية وقد استخدم مواد كميوية مثلا ان انا استخدم غاز الخردل او كورشيسين او حمد النايتروز اي حاجة من الثلاثة وتعالج بها القمة من نامية ايش معنى قمة نامية اصلي القمة اللي مسؤولة عن تكوين الاكسينات اللي هتبدأ ايه تساعدني على النمو لبقى انا هعالج بها القمة النامية فبالتالي هتضمر خلايا القمة النامية وتموت كميوية الخلايا التي اسفلها بها عدد مضاعف من الصبغيات بها عدد مضاعف من الصبغيات وده حصل طبعا عملوه في بعض انواع نباتات المحاصيل وعملوه في بعض انواع الفطريات مثل فطر البنسليوم علشان البنسليوم طبعا اكيد انت درسته في الصف الثاني الثانوي او الاول الثانوي ان انت بتاخذوا منها مادة البنسيلين يبقى استخدموه فطر البنسليوم عشان يستخلصوا منها عقار الفنسلين استخدموها في بعض أشجار الفواكه عشان أحصل على فاكهة أكبر حجما وذات صفات مرغوبة ما تنساش تقول أن هذه الطفرة تحزز في تدخل الإنسان يقيم عن طريق مواد طبيعية يقيم عن طريق مواد كيميائية وخلي بالك أن أنا باستخدم فيها القمة بعالج مين؟ بعالج القمة النمية بالمادة دي علشان تضمر وتموت واسيب اللي تحتها بها عدد مضاعف من الصبغيات وصلنا لسؤال رقم 40 في البوكلت والسؤال ده مصطلح بيقول إيه؟ بروتين ينتجها الجسم يقاوم تضعف الفيروسات المسببة لأمراض السرطانية هتقولي دي مناعة بس احنا قلناها ورضو في البيولوجيا من ضمن الحاجات الموجودة عندي في النحيتين بروتينات تنتجها الجسم خصيصا بقى الخلايا المصابة عشان تعمل على وقف تضعف الفيروسات طبعا دي أكيد الانترفيرونات الانترفيرون خلي بالك وبالمرة وأعكيد قلناها وإحنا بنرجع المناعة الانترفيرونات لا تعالج الخلايا المصابة ولكنها بتحد من انتشار المرض بتحد فقط من انتشار المرض لأنها مسؤولة إنها طبعا هي بتخرج من خلايا المصابة عشان تروح للخلية السليمة تحفزها لإنتاج انزيمات تعاكس انزيم النسخ العكسي لأننا عارفا الفيروس RNA عنده نسخ عكسي فكل ما هي جينسخ نفسه دي أنا اعكسي الموضوع ده وصلنا لسؤال 41 وزي ما قلتلكو السؤال ده هيتكلم عن موقع تأثير انزيم القصر نقرأ السؤال مع بعض وضح ناتج عمل انزيم القصر على هذه الكتعة من الDNA إذا علمت أن موقع تأثير الانزيم هو G والA طيب أنا هشوف أنا معاك هوت وهبدأ أقرأ التتابع ده عشان أعرف أقصه عندي طرف خمسة واكتب C وبعدين T وبعدين G أنا بنقيله تاني G A A T T C وأي وجي وعندي بعد كده تلاتة شرط رجحة تاني كده لأن كنا نسينا حاجة C A G والA A والT T C A G كده تمام هاجي عندي الطرف ثلاثة وانقل تتابعاته عندي G والA والC والT والT والA والA والG والT والC والطرف ده خمسة هو قال لك وضح لي أثر انزيم القصر وبالذات أن حضرتك عرفت أن هو هيقص ما بين G والA وحتى لو ما كانش قال أنا عارف وخدته في التتابعات أن أنا عندي تتابع أو إنزيم قصر يقص من G والA أقص منين بقى؟ خلي بالك بقى قواعدة كنت بتقص أولاً لما تيجي تقص تعالى عندي طرف خمسة مش ثلاثة يبقى أنا هقص من خمسة رقم خمسة مقدس في علم البيولوجيين بتبدأ تترجم من خمسة البلمرة بالشغل من خمسة بتقص من خمسة يبقى أنا جيت عند خمسة بدور على G والA فين G والA؟ أهي يبقى أنا هقصهم قد السه خلاص؟ فين G والA؟ أهي يبقى أنا هقصهم حلو الكلام كده يبقى أنا لو كملت بقى التتابع هيتقص كده تعالى بقى ننقله بعد ما اتقص هاخد الطرف اللي فوق خمسة C T G ووقفت ما أنا هقص؟ باي تعالى عندي تلاتة الشريط الأخر المقابل له تلاتة الج والA والC ويا حبازة لو قلتم عامل كده؟ ليه غرض ان انا اعمل الحركة دي وهكمل لسه معايا التي والتي والA والA بس كده شكراً كده تمام بصي بقى هرجع اعمل ايه؟ هاخد بقى النحية التانية شريط التاني هاجع عند شريط التاني وقول انا عندي هنا تلاتة ها؟ وبعد ايه؟ ادي تتابعاته الج والA والC والT والT والA والA تعال هنا خمسة الس والT والG وزي ما اتفقنا يا سلام لو قمت عامل الحركة دي انا كده قصيت بقت جميلة هبينة هعمل ايه كمان؟ ليس انا ما خلصتش لازم اشار على المنطقة دي بص من اللي فين؟ حتة دي كده والحتة دي كده طبعاً واضح ان هما هيتكملوا مع بعضه خلي بالك ان احنا اتفقنا انك لما تيجي تقص لازم تترك الشريط من الطرف 3 متماسل على كده الشريطين ايه رو من 3؟ اهو ولو جبتها من اول الشريط الطرف 3 النحية التانية لو من هنا الطرف اللاصق بس تتزاوج أنا كده مضبوط انا كده مطمن ان انا ماشي صح هشار بقى اقول له من هنا لهنا ومن هنا لهنا دول كده هسميهم ايه؟ دول اطراف مفردة مائلة لاصقة دي اطراف مفردة مائلة لاصقة يبقى انا كده وضحت نقلت التتابع وبدأت اعمل السهم هاقص منين؟ هاقص منين؟ وقمت نكمل عملية القص هتمشي ترتبها ازاي؟ وقمت فاصل ده الوحده وده الوحده فيه الناس تقول لي ايه؟ طب انت فصلت ليه؟ عشان احصل اطراف المفردة لاصقة اصلي انزيم الكسر بيتعرف على تتابعات معينة من الدي ان ايه؟ هو تعرف على التتابع ده وقص عنده تاركا اطراف مفردة مائلة لاصقة يبقى لازم اقولي الحدوتة دي لازم اشارع اطراف المفردة لاصقة تتزاق مع اطراف اخرى سبق انا عملك بنفس انزيم الكسر فيه طالب سألني سؤال طريف جدا طب انت فصلت وعملت طرف مفرد وطرف مفرد وترجعت انا الزوجين مع بعض انا استفدت ايه؟ انت لو لاحظت انا لما جيت فصلت انا عملت ده بلون وده بلون انا عايز اقول لك ان ده لون يعني جاي من دي انيه بتاع كائن حي وده من كائن حي تاني وانا لو جيت عملت تداخل بينهم دلوقتي انا مش مطالبة بقى بدا دلوقتي لكن احنا ممكن نكتبها لو احنا عايزين بنفس الوانها لو جيت عملت تداخل تاني هتفهم بقى انا عملت كده ليه علشان انا في بقيت شريط هنا اصود في بقيت شريط هنا احمر فيتا تابعات تانية موجودة النيحياة دي موجودة النيحياة دي انت ما شفتهاش طيب تعال كده نزوجهم مع بعض تاني كأني برجع ازوجهم بس الشريطين بقى المختلفين عن بعض هحط كده خمسة واقول انا عندي c t g ادي كان طرف والشرطين التاني كان g a c وذولة اللي كانوا متزوجين اللي اتنين voy a Africans وبعدين حطيت t وال t وال a وال a بس انا بقى عزجت تدخل انا هعمل كده دلوقتي هه وبعدين دخل علي بقى الطرف التاني هتحط الطرف التاني ال a وال a وال t وال t كمل بقى والسي والاي والجي وقعد اي بقيت الشريط وقعد اي الطرف ثلاثة رسال بقى هنا تحت هيبقى معاي هنا الجي والتي والسي وبقيت طرف شريط وقعد خمسة ودور اللي انا كنت عملون متزوجين شوفت بقى إيه اللي حصل إنت كوينت دلوقتي دي إني إيه معادل اتحاد ماينفعش قول عليه مهجن لا معادل اتحاد ليه؟ لأن القطعة من شريط وقطعة من شريط آخر بس القطعة سيعنع المهجن إيه؟ بص المهجن هيبقى كده. لو انا عملت شريط كده اهو. والمتزوج معاه كده اهو. ده المهجن. ده الدين المهجن. تهجيل الدين ايه. شريطي جزئ من الدين ايه. احدهم من كائن حي والاخر المتزوج معهم من كائن حي اخر. واضح هو الفرق بين الاتنين. لكن هنا بص انا عملت ايه. لا الواضح مختلف. ده انا عملت كده وكده. مثلا. وقمت عاملة كده وكده. بص الفرق بينه. معادل اتحاق. يبقى ده مهجن لكن ده معاد الاتحاد اعتقد كده فيهنا الجزئي دي بقص ازاي وبعمل ايه وفهمناها من تهيئة دي على ما اعتقد كويس يبقى ده كان السؤال 41 اعتقد ان احنا رعينا النقط اللي فيها مشاكل معاكم المسائل وازاي بنقصه وازاي بنعمل الكلام ده نكمل بقية البكرة اللي معنا لسه معنا 3-4 اسئلة فيه نكملهم معنا مساحة من الوقت هنرسم الامة قارئة ان ايه لو لقينا مساحة من الوقت هنبدأ نراجع لو محتاجين حاجة تانية لو محتاجين نسائل تانية ممكن نجيب امتحان شامل ونحله احنا الخزينة بتاعتنا لا تفرغ تعالوا نشوف سؤالنا اللي جاي ده بيقول ايه ما التحليل الكيميائي الذي ساعد هرشي وتشيس على اثبات ان الـ DNA هو مادة الوراصة وليس البروتين ما التحليل الكيميائي الذي ساعد هرشي وتشيس على اثبات ان الـ DNA ايه هو مادة الوراصة وليس البروتين اه ده بيتكلم في هرشي وتشيس يعني هقول له ايه هرشي وتشيس اكتشفوا بعد البحث في تضارب الفاج البكتيريوفاج والفاج او البكتيريوفاج دي عبارة عن فيروسات محتوى الجيني دي ان ايه بتهاجم الخلال بكتيري وتقبل خلال 32 دقيقة تكون لمية فيروس تنفجر طبعا خلال بكتيرية وتحرمتها مية فيروس جديد طيب حلوة كلاك استخدموها هرشي وتشيس ازاي استخدموها في ان هم عرفوا ان الـ DNA بيحتوى على فسفور احنا واخدونا في الرسمة بتاعتنا وعارفين وعرفوا كمان ان البروتين يحتوى على كابريت الـ DNA في فسفور ما فيهوش كابريت تحققوا من هذه المعلومة والبروتين في كابريت ما فيهوش فسفور عملوا ايه بدقوا يميزهم او يركمهم الفسفور والكابريت خل الفسفور او المجموعة الفسفات اللي فيه الـ DNA مجموعة الفسفات أسفة الفسفات مشاع وخلوا الكابريت اللي فيه البروتين مشاع وبدقوا يسمحوا للفاج انها تواجم الخلال البكترية وبدقوا يشوفوا بقى بالتحليل الكيميائي يترى طبعا التحليل ده عن طريق حاجة اسمها عدد جايجر اللي بيكشف عن الاشعع اللي خارج من العناصر المشاعة لان العنصر مشاعبت اهنواته غير سبتة اكيد انتو اسازة كيميا وفاهمين الكلام ده ويبدقوا يشوف هل يترى دي ان ايه او الفسفور اللي دخل ولا الكابريت طبعا وجدوا ان الفسفور المشاع دخل جميعه الى الخلال البكترية بينما الكابريت المشاع دخل بالنسبة ضئيلة جدا جدا لا تتعدى 3% من هنا عارفوا ايه عارفوا ان طالما الفسفور هو اللي دخل يبقى دي ان ايه هو اللي دخل هو المسؤول عن ان هو يعمل عملية التكسير في الدي ان ايه ده البكتيري طبعا وان هو يكون الفاجات الجديدة او البكتيريو فاج الجديد جينا عندي سؤال 43 بيقول ايه السؤال ده جيب سؤالين وقولك اجيب عن سؤال واحد فقط مما يأتي او السؤال بيقول كيف تمكن العلماء من معالجة نقص الانسولين بالهندسة الوراثية ازاي تمكن العلماء من معالجة نقص الانسولين بالهندسة الوراثية تعالوا نشوف عمله العلماء في معالجة نقص الانسولين ادروا ان هما يحصلوا على جين الانسولين جابوه منين بقى ان يجيب الانسولين ده من المحتوى الجيني بوعاملته بانزيم القصر هي يمكن الموضوع صعب ولكنه ليس مستحيل اجيبه من المحتوى الجيني بوعاملته بانزيمات القصر او قد نكون حصلنا عليه من الـ MRNA يبقى هتروح تجيب الانسولين من بيتا من البنكيدياس علشان الجين فيها يكون نشيط ومفاعل وموجود بكميات بس على صورة MRNA ايام كان جبنا الجين المراد استنساه انا عايزة اعالج نقصه الهندسة ورصية هنجيب الجين الانسولين ونبدأ نخلطه مع بلازميد وعن طريق طبعا انزيمات القصر هعامل الجين او الـ DNA اللي فيه الجين والبلازميد ده نفس انزيم القصر اللي اتنين ده نفس انزيم القصر ليه؟ عشان يتعرف على نفس المواقع عشان يقص في نفس الاماكن علشان يسيب نفس الاطراف المفردة اللاصقة المائلة وبعد كده يبدأ عن طريق انزيمات الربط يربط بين الـ DNA او الجين وهذا البلازميد في وجود انزيمات الربط وانا كده حصلت على بلازميد معاد الاتحاد بيحتوي على جين الانسولين ونبدأ ندخل جوه خلية بكترية كده اصبحت البكترية منتجة للانسولين طالما الجين من محتواها الجيني دلوقتي هتقدر انا تنتجني جين الانسولين وجين بشري كده قدروا يتخلصوا من مشاكل الانسولين المستخلص من بعض انواع الماشية ليه؟ لان المستخلص من الماشية قد يسبب بعض الاعراض الجانبية او بعض الناس اللي اجسامها بتكون حساسة تقدر تحس بالفارق الطفيف بين الانسولين البشري والمستخلص من الماشية وقد يتلطب عليه بعض انواع الحساسية او بعض الاسار الجانبية كده عالجنا الانسولين بالهندسة الورصية جبت الجين خلطه مع البلازميد دخلت جوه البكترية وطبعا اكيد لما نيجي ناخد الجين او البلازميد من البكترية ونرجعه تاني للبكترية في مواد كيميائية معينة بيعامل بيها البكترية عشان ازود منها فازية تغيشائها عشان اقدر استخلص منها اللي انا عايزه وارجع لها البلازميد اللي انا هبدأ اعمله استنساخ داخلها السؤال به بيقول كيف تمكن العلماء من الحصول على سلولات نباتية لا تحتاج لأسميدة نتروجينية عايزة اجيد سلولات نباتية ما فيهاش او ما تستخدمش اسميدة نتروجينية عملوها في مجال الزراعة في الديئن ايه معادل اتحاد ازاي هنقدر نحصل على الجين الذي يوجد في النباتات البقلية اللي من خلاله بتقدر تستضيف البكترية المسبتة للنتروجين اللي بنقول عليها بكترية عقادية يعني ايه تانيه يعني النباتات البقلية تقدر تستضيف بكترية تستمع البكترية العقادية او العقاد البكترية في جزوريها بتعيش معاها معيش التبادل نافع هي بتاخد النتروجين من التربة وتحاوله لمركبات تدير النبات في المقابل من ده بتشاركه في جزء من غزائه تبادل منفع طيب النبات ده الفول ما بيحتاجش الأسميدة النتروجينية البكترية عنده بيزباط لدنيته بتديره الأسميدة النتروجينية اللي هو محتاجها حتى بعد بعد نزعه من التربة بتبقى التربة جيدة وخصبة حتى في الدورات الزراعية ده ما بيزرع الفول أو أي نبات بوكولي قبل القطن ليه؟ علشان تكون التربة جيدة فيها مخصبات وأسميدة نتروجينية طبيعية طيب الحل ايه؟ أنا عايزة أجيدي الجين ده هستخلص هذا الجين من النباتات البوكولية وابدأ أزرعه في نباتات المحاصيل فبالتالي تستطيع نباتات المحاصيل استضافت البكتيريا العقادي وبكده أبقى أنا وفرت على الدولة أسعار لأسميدة نتروجينية وفي نفس الوقت أصبحت التربة خصبة وجل نباتات قريت أنها تستضيف البكتيريا العقادي يبقى دي إزاي استخدم العلماء السلالات أو أن أنا أجيب الأسميدة النيتروجينية دي أو أجيب الجين ده طبعا بعد كده خلاص أنت جيبت الجين خلاص النبات ده استفد بيه ابدأ أعمل تربية نباتية أصله قالك سلالة خلي بالك يعني أنا اتكلمت عن نقطتين أنا أجيب الجين من النبات البكولي اللي موجود في النباتات البكولية دي عشان يستضيف البكتيريا وحكمته في النباتات المحاصيل عن طريبة التربية النباتية أساعد لأن السلالات النباتية القادمة تكون عندها القدرة على إصدافة نفس البكتيريا دي يبقى أنا هبدأ أستخدم آليتين استخدمت دي إني إيه معادل اتحاد لما جبت الجين ده واستخدمت كمان إن أنا استخدمت التربية النباتية عشان أحصل على السلالات أو الصفة اللي أنا عايزاها أو السلالات اللي أنا عايزاها دي وطبعا ممكن أعمل الكلام ده في أي نسيج أو في أي نباتات ما حصل نشوف سؤال 44 بيقول إيه احسب عدد أنواع الأحماض الأمنية اللي بتدخل في بناء هذه السلسلة طيب تعال كده نعد السلسلة مع بعض السلسلة بدأ ب A و B و C لو هنعد A B C D A رجع عدد ال B تاني خلي بالك في حاجة بتتكرر ال F وال C وال G وال H وال K وال L وال H وال M وال G هم دلوقتي كده قداني 15 يبقى عدد الأحماض الأمنية كلها 15 بس هو عايز عدد أنواع خلي بالك لما يطلب منك عدد أنواع هنشيل المتكرر طب تعال نشيل المتكرر ال A وال B وال C وال D وال E ال B تكررت لما نعد هتلاقي ال C تكررت هنلاقي ال M تكررت وهتلاقي ال G تكررت يبقى لما نشيل المتكرر كده تكرر معايا كام تقريبيا فيه أربعة مكررين يبقى عدد الأنواع اللي هتنتج معاك هنا 11 نوع مجملهم 15 وفيه أربعة تكرره يبقى أنا معايا كده طبعا القراره معايا ال B ومعايا ال E ومعايا ال G ومعايا ال H دول اي تكرر طيب بيقول لي احسب عدد كدونات ال M R N E المسؤولة عن تخليق هذه السلسل طبعا انت أصلا السلسل لقصادك معايا 15 حمد أميني يبقى أنا معايا 16 كدون معايا 16 كدون أنا زودت هنا واحد وقف يبقى 16 كدون على ال M R N E طيب تعال احنا نزود لو قلت مثلا الحمد الأميني المشرق ليه ب A كابتل ما اسمه أنا ضمنه الأولاني ضمنه الميسونين طبعا أنا قلت ايه كأب جدة يبقى ده أول حرف أو أول حمد أميني يبقى ده الميسونين يبقى أول حمد معايا هو الميسونين اللي هو الحمد رقم واحد اللي هو الاي طب لو زودت هنا شوية وقلت لك ايه طب بص كده على الرسمة كويس ايه نوع الربطة اللي بين ال A وال B أو ال C وال D اي حاجة ايه نوع الربطة طبعا الربطة ويبتد ايه طب السلسلة بتسمى ايه سلسلة عديد البتايد أنا ببتح أسئلة حقولين نفس الجزئية دي طب لو أنا جيت قلت لك ايه طيب احسب لي عدد الروابط البتدية في هذا السلسلة أو في هذه السلسلة انت معاك 15 حمد أميني يبقى بـ 14 ربطة وبتدين شوفت انجلتها ازاي اصلي الحمدين اول A و B بينهم ربطة طب لو 3 بينهم ربطتين طبعا الربعة يبقى 3 روابط وهكذا يعني عدد الروابط ناقص واحد أو عدد الأحمد أسفة الروابط عدد الأحمد ناقص واحد معاك 5 حمد يقى معاك 14 ربطة ببتدين طب زيادة بقى كم جزء مية 14 وزيادة المية النتجة بعد الروابط البتدين طيب ليش السلسلة دي مختلفة عن غيرها من السلاسل لاختلاف أعداد وأنواع وترتيب الأحمد الأمنية في هذه السلسلة طب لما تيجد كون بروتين هيكون مختلف اه السبب اختلاف البروتينات عن بعضها البعض اختلافها فيه ثلاث نقاط أعداد أنواع وترتيب الأحمد الأمنية عدد البوليمرات أو عدد السلسلة البتدية المكونة للبروتين وآخر حاجة طبعا الروابط الهيدروجينية التي تعطي للبروتين شكله الخاص وصلنا للسؤال 45 آخر سؤال في البقت معنا بيقول الشكل المقابل يوضح إحدى التقنيات الحديثة في الهندسة الورصية إحدى التقنيات الحديثة في الهندسة الورصية في ضوء ذلك أجب عن القادي ما اسم هذه التقنية؟ أنا هنا بعمل استنساخ فيه ناس تقوم إليها بلازميد معادل اتحاد ده اسمه بلازميد معادل اتحاد صح؟ مش غلط لكن التقنية هنا أنا بستخدم بعمل عملية استنساخ ده طريقة من طرق استنساخ الـDNA عن طريق البلازميد معادل اتحاد بيقول ما الانزيمات التي تستخدم لإتمام هذه التقنية أنت استخدمت انزيمين استخدمت انزيم القصر واستخدمت انزيم الربط القصر اللي يقص في مواطب معينة والربط اللي يرجع يربط القطع الـDNA مع البلازميد يبقى استخدمت القصر واستخدمت الربط طبعا علشان بعده بيتم الاستنساخ علشان أفصل بين قطع الـDNA وبين البلازميد بنستخدم الطرد المركزي المفرق عشان أفصل بين البلازميد وبين قطع الـDNA كده البكرة معانا خلص ما عادش معانا غير اننا نرسم كان معانا رسمتين الـMRNA والفاجي تعالى نبدأ بالـMRNA ونشوف هنرسمه ازاي مع بعض هو رسمته سهلة وبسيطة هنرسم شريط الـMRNA ادي الشريط شريط الـMRNA هعمل هنا موقع الارتباط بالريبوسوم هبدأ احط معايا الكيدونات او الكودونات اللي معايا وهبدأ اثبت الزيل زيل عديد الأدنين هنحط هنا كدون البدء اللي هو اي يو جي هنحط هنا كدون الوقت قد يكون اليو اي 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 او اليو اي جي او اليو جي اي اي حاجة منهم سليمة طبعا ده الاي و جي هقول عليه ده كدون البدء وفي نفس الوقت هو بيمثل شفرة بناء حمز الميسونين هنيجي هنحط هنا ده استمه موقع الارتباط بالريبوسوم ده اسمه كدون الوقف اي حاجة من التلاتة كدون الوقف ده استمه زيل عديده الأدنين زي العديد الأدنين لو بسرعة كده نقول وظيفة كل حاجة هنا إيه أنا عندي موقع ارتباط بالرابيسوم وظيفته هيرطاد بيه رابيسوم عشان يرتبط أو يوجهه بالارتباط بالMRNA بحيث يصبح جدون البدء إلى أعلى وده الوضع الطبيعي للترجمة يعني لما نيجي نترجم هتبص لقى عندك تحت الوحدة الكبرى تبدأ إيه تتصل بقى هنا كده ويبدأ الريبسوم الوحدة الصغيرة تتصل هنا عشان يتبقى إيعمل عملية الترجمة أول حاجة كدون البدء مسؤول عن حكتين مسؤول عن بدء تخليق البروتين وكمان هو شفرة حمد أميني اسمه الميسونين تتابع بقى من الكدونات أكيد موجود معاي على طول الMRMA وننهي لازم بكدون وقف إحدى الثلاث UAA أو UAG أو UGA وظيفته مسؤول عن وقف عملية الترجمة وقف عملية التخليق عن طريق بقى أن الموقع يصبح فارغ زي ما قلنا موقع الأمينو قصيل عشان يدخل فيها عمل الإطلاق عندي زيل عديد الأدينين في آخر الMRMA عشان ده مسؤول عن حماية الMRMA من التحلل بفعل إنزيمات السايتو بلازم وده الجزء بتاع الMRMA كان معانا برضو الرسمة بتاعة البكتيريوفاج برضو نحاول كده بسرعة نرسمها معانا في الدقاية المتوقية ده الشكل بتاع الفاج أو البكتيريوفاج هنعمل الأطراف بتاعته البكتيريوفاج بيتكون من غلاف بروتيني اللي أنا بركز عليه دلوقتي يبقى أنا معايا غلاف بروتيني بيحيط بمادة وراثية والغلاف بيمدد معايا أيضا في منطقة الزيل عندي بعد كده كمان في نهاية الزيل خليباك أنا عملت حاجة شبيهة بالمسقاب كده هبدأ أحط المادة الوراثية اللي هو ال D N A وهنبدأ هنا نعمل الشكل الحلزوني أو الزيل الحلزوني اللي بيساعده على الحركة يبقى ده وده اللي اتنين دول عبارة عن غلاف بروتيني المادة الوراثية بتاعته هي ال D N A المادة الوراثية الخاص بيه دي عبارة عن اللوانس ده عبارة عن المسقاب ده المسقاب المسقاب وده عبارة عن الزيل الحلزوني يبقى ده الفاج أو البكتيريوفاج فيروس بيسيب الخلية البكتيرية خلال اتنين وتارفين دقيقة هيتطلع لي ميدة فيروس جديد الحمد لله ان الحلقة بتاعتنا كفت ان احنا نخلص بكت بيولوجيا كله حلنا كل صور المسائل اللي ممكن توقف معاك والرسمتين المهمين نتراسمهم معانا لسه من ثلاثة الخمسة استاذنا رسول حسن هيمثل لك كل الرسمات اللي انت مطالب بيها اعتقد كده الباب ده كده خد حقه ان شاء الله نشوفكم بقى على الف خير في مراجعات ليلة الانتحان بس لسه معانا ساعتين من ثلاثة الخمسة زي ما اتفقنا لكن هننتظركوا برضو معانا في مراجعات ليلة الانتحان اللي تولع لها قناة النيل التعليمية وبكده نكون وصلنا لفتام حلقتنا قضينا وقت ممتع معاكو بدا يا رب تكون استفدتوا معانا بالاسئلة واستفدتوا بيه المسائل اللي احنا حلناها نتمنى لكم كل التوفيق ومن خلالكو انتو بشكر جميع القائمين على هذا برنامج عشان يوصل للصورة المشرفة اللي احنا شايفينها دلوقتي وربنا يتم الموضوع على خير وانتم اخر حلقات مراجعة ليلة الانتحان ونتطمن عليكم وربنا يوفقكم جميعا وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول العيد الايام القادمة عيد الفطر المبارك اعادوا الله عليكم جميعا بالخير وكل سنة وانتو طيبين ونشوفكم على قرار في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته